هكذا يعودنا الدكتور هاني وفاجئنا ويكون هو أول من يدافع عن يمننا من الحكمة والإيمان لا إله إن الله اليمن بتاعتنا أنت ضيوف عندنا وأكرم بك من صاحب البيت ونحن ضيوفك والشام عندنا برضك أنا جذختي من الشام وإحنا من اليمن ووادي بنا ووادي بنا يخجم من قرية البنا ما شاء الله اللهم ليه الحمد لله الله ينفع بك جميعا جميعا آمين آمين ما شاء الله الشراب بدأ يدخل مهومات ما شاء الله يا الله رجدي هو اللي بيدير القلسة أخ عبد الرحيم ما شاء الله ما شاء الله أنا وأنت ضيوف طيب التي تحمل عنوان هكذا نتركه يا مانونا يقدمها لنا طبعا الدكتور هاني البنة الدكتور هاني البنة بالحقيقة أنا ما بدي عرف تعريف تقليدي الدكتور هاني البنة ولكن آمين هو أحد الأركان الهام التي تسعى دائما آمين لدعم قضايا شعوب والوقوف مع شعوب والوقوف مع العمل الإنساني أينما كان آمين هذه الندوة بالحقيقة هي مهمة لكل شباب اليمن مهمة لكل اليمنيين مهمة لكل المتطوعين لنستكمل ما بدأنا من عمل الدكتور هاني البنة هو رئيس المنتدى الإنساني العالمي في بريطانيا ومؤسس منظمة اللغات الإسلامية حول العالم ومؤسس أكثر من 49 فريق تطوعي حول العالم الدكتور هاني البنة عمله معروف في مختلف الساحات سواء كان في القضية الأبرز في القضية اليمنية أو في القضية السورية في الوقت الحالي وما مر كثير من القضايا قضايا الأمة الإسلامية وقضايا الإنسانية هي كثيرة وشاهدة على عمله بشكل عام نرحب به وأرحب بجميع الضيوف الكرام وباسم الوكالة اليمنية وباسم أيضا مبادرة معنا ابني اليمن نرحب بكم جميعا أهلا وسلام فيكم دكتور هاني أهلا بك الحمد لله حياكم الله أيضا أرحب دكتور عبداللقيب عباد نائب رئيس الوكالة ورحب الأستاذ عبير أبو الأسرار مبادرة معا نبني اليمن وجميع الحاضرين بصفته واسمه أهلا وسلام بكم اسمحوا لي في البداية أن تكون كلمة البداية مع الدكتور عبدالرقيب عباد نائب رئيس الوكالة فليتفضل مشكورا صوت عبدالرقيب عفونا بسم الله الرحمن الرحيم دكتور كم دقائق كم نص دقيقة ربع دقيقة لأني أريد أن أستمع إلى الدكتور هاني ما أردتم دكتور كم كم تحدد عندكم خمس دقائق دكتور تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله في البداية أشكر شكرا جزيلا أستاذنا القدير الدكتور هاني البناء ولوكتة عبير والإخوة في وكف بويس القرني والإخوة جميعا الشباب المتطوعين المتطوعات وأقول للجميع ترى لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل اليمن آل الحكمة آل الفقه لو رأاهم في هذه الحالة ماذا سيقول يوم من الأيام رأى قوما من مضر وهم متقلدي والسيوف مجتابي النمار أي ممزق الثياب فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وأقام كطيبا في الناس وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إن الله كان على كل شيء رقيق كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن وهم يتدورون جوعا وهم الآن بلا تعليم أكثر من اثنين مليون من طلاب اليمن بنين وبنات خار دار العملية التعليمية كيف لو رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن في هذه الحالة حتى مخيماتهم تقصف فيشردون من مكان إلى مكان إذا كان صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لولئك القوم المضر وكيف بقوم مدحهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان والفقه والحكمة وهم قوم قويس القرني وهم قوم أبو أيوب الأنصار بل هم قوم الأنصار الذين آووه ونصروه وآثروه على أنفسهم لا شك لأن حالته كانت يعني ستكون حزينة ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما يرى هذه المبادرات ومثل هؤلاء الهامات والقامات مثل الدهتور هاني حق ذه الله سوف يستبشر إن شاء الله خيرا ويستبشر بنا خيرا إذ أننا نعمل هذا العمل المتعدي الذي يعود أثره على الناس وأكرم به من عمل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هكذا قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سولة الحج إخواني الكرام وأخواتي الكريمات من هذا المنطلق كانت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية التي آلت على نفسها إلا أن تساهم بكل ما تستطيع لقد اجتمعت فيها خبرات متعددة واجتمعت فيها هامات وقامات خيرية أقل الواحد منهم له أكثر من عشرين سنة في العمل الخيري قام هؤلاء الثلاء بتأسيس هذه الوكالة اليمنية الدولية للتنمية لتأخذ على عاتقها ثلاثة محاور مهمة جدا المحور الأول هو محور التعليم والمحور الثاني هو المحور الصحي والمحور الثالث هو التمكين الاقتصادي وقد بنى معنا هذا البنيان أول بناء أو أول لبنة من لبناته الدكتور هاني البنى حفظه الله وهنيئا له وهنيئا للأخوة المؤسسين إن شاء الله ينطلق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء لماذا التعليم أيها الأخوة والأخوات التعليم مهم لأن عدونا الاستراتيجي والخطير جدا هو الجهل ولولا الجهل الحقيقة ما استمرت إنيشيات الحوثي تدمر وتجيش شباب اليمن وزهور اليمن يعني إلى الجبهات الجهل هو عدونا الحقيقي الذي يجب أن نتغلب عنه ولأننا أمة إقرأ يجب أن نتوجه لهذا المضمار وأبشركم إلى أننا يوم الخميس القادم مثل هذا اليوم سنعقد إن شاء الله تعالى المؤتمر الأول للتعليم نسلط الضو فيه على الحالة المأساوية للتعليم الناس يعني ينظرون إلى اليمن كمأساة غذائية صحيح ويقولون إلى أن هناك بوادر مجاعة في بعض مناطق اليمن صحيح لكنهم لم يسلطوا الضو على التعليم ولذلك رأينا في الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أن نبدأ بالتعليم سيكون المؤتمر إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل وبعده بإذن الله سبحانه وتعالى مؤتمرات أخرى فيما يتعلق بالتمكن الاقتصادي وفيما يتعلق أيضا بموضوع الصحة العامة ومكافعة كورونا وغيره ونحمد الله أننا من أول المتدخلين في مارب وبغيرها من مناطق يعني وأسهمنا بشكل ولو بسيط في موضوع الحد من انتشار وباء كورونا في مارب إخوتي وأخواتي لن أريد أن أطيل عليكم لأن نأساه كبيرة جدا ومن هنا لا يسعني إلا أن أقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعرئين إذا أرملوه الغزو أو قل طعام عيالهم فرشوا أرديتهم فوضعوا ما معهم فيه فقسموه بينهم بالسوية نحن الآن نستطيع كمتطوعين ومتطوعات أن نحمل هذه القضية وأن نؤمن بها إننا أمام فرصة تاريخية سيذكرنا التاريخ بخير بإذن الله عز وجل إن أحسننا الأداء وإن قمنا بواجبنا نحو إنقاذ إخواننا اليمنيين وكذلك أيضا الشعوب الأخرى هذا واجبنا وهذا خير من الله عز وجل وأخيرا أقول لكم أيها الأخوة والأخبات إن من هيأه الله عز وجل لهذه المسيرة ولهذا الطريق فسار فيه فإنه ينار رضوان الله عز وجل ومن تلكأ فإن الله سبحانه وتعالى يمتزع منه هذا الخير ويعطيه لقوم آخرين هؤلاء القوم يكونون أفضل منا أشكركم على حسن إنساتكم وإستماعكم وأنا آسف أن أتكلم بين يدي الدكتور هان البنة فهو أعلم مني وأخبر مني وهو مثل ما قال أنا ضيف عنده وأنتم ضيوفا عنده فهيابنا إلى رب البيت وصاحب البيت نستمع منه وشكرا وجزاكم الله خير جزاكم الله خير الحمد لله حياكم الله دكتور الله يبارك فيكم جزيكم الخير كما عودتمونا دائما كلماتكم شيقة الله يبارك فيكم دكتورنا عبدالرقيم مداخلة للأستاذة عبير أبو الأسرار رئيسة مبادرة معا من أجل اليمن تفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بدوري سأقدم نبذة مصبصرة عن المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الدكتور هاني البناء رئيس المنتدى الإنساني الإخوة والأخوات في الوكالة اليمنية الدولية التنمية الإخوة والأخوات الحاضرين الجميعا السلام عليكم مبادرة مع النبن اليمن مبادرة مجتمعية طوعية مستقلة غير ربيعية أسسها مجموعة من الناشطات اليمنية المتطوعات في 4 مارس 2019 في مدينة اسطنبول تحت شعار نضع أيدينا بأيديكم لنكون معا شركاء في بناء ناضة اليمن الجديد وانطلقت وانطلقت أول مبادرة نساوية نوعية تعناب تجريع وتنمية العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية الإيجابية لأبناء الجالية اليمنية في التركيا في الخارج بشكل عام وتوجهها نحو تحقيق المنهوضة الحضاري لليمن وبناء مستقبل مشرق لكل اليمن وتسعى المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى أبناء الجالية اليمنية في الخارج والعمل على ترسيخ طقافة العمل الطوعي كسلوك حضاري لدى اليمنين وتوجيه نحو المساهمة في بناء اليمن في شهر مارس 2021 تكون المبادرة قد أضاءت الشمعة الثالثة من عمرها الحافل بالعطاء إن شاء الله فقد نفذت المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية ولقاءات وندوات وأبطاق خيرية وإحياء المناسبات الوطنية وكثير من الأنشطة المجتمعية التي تصب جميعا في خدمة اليمن واليمني وأبرز هذه الأنشطة حرص المبادرة على بناء شراكة قوية وعلاقات تعاون مثمرة مع وقف ويس القرن للمساهمة في بناء أكبر وقف يمني يعود ريعه على برامج ومسارات النهوض الحضاري والتي توجد 187 شجرة زيتون في مشروع الشجرة المباركة شركة أنا في العمل الاتحاة الطلاب اليمنيين في تركيا الهيئات الإدارية للجالية الجمعيات والمنظمات اليمنية في تركيا ونحن في المبادرة نحاول أن نبذل وصار جهدنا لخدمة اليمن في بلاد المهجر وأتمنى أن نكون قد قدمنا كل ما نستطيع لليمن ولليمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الشكر السدعبي رب الأسرار سيرة طيبة مليئة بالإنجازات ونتمنى إن شاء الله تكون كلها سيرة مثمرة بإذن الله الآن نترك الكلمة الرئيسية أو ندوتنا الأساسية مع دكتورنا الفاضل دكتور هاني البنة يعني بالحقيقة احنا كلنا حضرنا في هذا اللقاء لنستمع له ونحضر هذه الساعة ونحن يعني في قمة الشوق لنرى ما سيكون أو ما يمكننا فعله خلال فترة قادمة أو في المستقبل القريب دكتور هاني البنة الميك عند حضرتكم تفضله الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله أشكركم جميعا للوكالة والمبادرة والوقف قويس القرني ولكل الشباب اللي معنا بيشاهدونا من كل مكان سواء كان عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الزوم وطبعا في عرض حيطلع في الشرائح إذا كنتم مشاركين على الزوم توخشوا عن طريق الرابط إن شاء الله طبعا الإعلان أو العنوان بتاع المحاضرة اليوم هكذا كلمة عتاب لكل إنسان ولكل عربي ولكل مسلم لبلد أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبها الأنبياء وهي أرض الحكمة والإيمان واليمان ورقة القلوب هكذا يفعل بنا على مرأة ومسمع وعلى أعين العالم لسنوات وسنوات 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 هكذا هكذا بهذا الاستفهام تخرج نساء اليمن وأطفال اليمن وأرامل اليمن وسكل اليمن وأيتام اليمن وشيوخ اليمن أحفاد وأبناء وأتباع الأشاعرة وأتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مننا يا شباب لا يعرف تاريخ اليمن وما قد قدمت اليمن للعالم ولا صفقة للإسلام والمسلمين أنا في الأول أشكر الشباب اللي سعدوني هم كلهم شباب في المحتوى العلمي زكريا شعلان وأيمن الحمادي وأحمد سهيل وأحمد مصن محمد سهيل وأحمد مصن وعلي الشاوة كلهم شباب أبناء الوكالة وأبناء سوريا سعدوني في إعداد هذه المادة العلمية وهذه المادة الإعلامية كذلك وهذه بعض الصور ليهم الصور يا علي الشريح علي هم الشبابهم زي ما أنت شايفينهم والذي أنا حتكلم فيه النهاردة مهما كانت النتائج فلن يحمل هم هذين حلول إلا أنتم يا شباب ونحن نسلمكم الراية وأنتم أجيال المستقبل التي تسعى لإرساء العدل والسلام والإخاء في إعادة بناء يمن واحد متماسل شكرا محمد سهيل شكرا زكريا شعلان شكرا أيمان الحمادي شكرا أحمد مصن شكرا علي الشوة السريح يا علي والكلمة اليوم أنا سأتحدث عن تسع نقاط لأن أنا شخصيا ما كنت أعرف تاريخ اليمن سأتحدث عن يعني عن تاريخ اليمن من هم العرب العاربة والعرب المستعربة أو متعربة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن من هم فقهاء وعلماء وشعراء اليمن ما هو فضل أبناء الشعب اليمني على الشعوب الأخرى ما هي الأثار الإنسانية الكارثية الواقعة على أبناء الشعب اليمني نتيجة هذه الحرب وما هو الحل الذي سيكون بين أيدينا وأنتم أصحاب هذا الحل ثم الخاتمة والرسالة الشعب اليمني بيشهد جحيم جحيم لم تشهده شعوب أخرى في تاريخ المشترية من قبل وللأسف ست سنوات أصبحت القضية اليمنية من أسوأ لم تكن أسوأ جرح حقير وأسوأ جرح سيء في وجه الإنسانية على مر التاريخ والأرقام سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله بالنسبة للتاريخ اليمن يمتد من أكثر من أربعة ألاف سنة اللي يقول اليمن متخلفة اللي يقول اليمن لم تصنع حضارة ونهضة وملوك وشعوب وفاتحين وقيادات خاطر وكاذب ومغرد اليمن وجدت حيث لم تكن توجد دول لم تكن أعمرها خمسين سنة أو مئة سنة أو مئتين سنة الآن وفي المرحلة الأولى منها لحضارات كثيرة حضارة صهيدية في بلاد اليمن من الألفية التانية قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد في المرحلة الأولى كانت مملكة سبع اللي هي أكثر من ألف عام قبل الميلاد أنا حمشي بسرعة علشان الوقت في المرحلة التانية كانت فترة الدول المستقلة والدول المستقلة اللي هي مملكة حضر موت وعاصمتها منفعة ثم شبوة سنة 200 قبل الميلاد مملكة معين وعاصمتها معين في منطقة الجوف بين حضر موت ونجران ويرجع معظم الآخرين مملكة معين إلى بين 1300 سنة ل700 سنة قبل الميلاد مملكة قطبان 500 سنة قبل الميلاد قبل الميلاد قبل الميلاد يعني نتكلم على 2500 سنة شعوب ودول عاشت لآلاف السنين يفعل بها هكذا مملكة كندا 200 سنة قبل الميلاد لـ 620 سنة بعد الميلاد وعاصمتها قائلة الفاو مملكة أوسان واختلفت الروايات ما بين 230 إلى 150 سنة قبل الميلاد ودي فوادي بيحان وعدن أما المرحلة الثالثة فيعص مملكة حمير ودي آخر تواريخ القديمة لـ 115 سنة قبل الميلاد إلى 525 سنة بعد الميلاد وكان نشأت في زفار في ياريم يعني نتكلم عن حضارة وعن ثقافات وعن قيم وعن نهضات وعن قيادات وعن ملوك وعن علماء وعن مثقفين وعن أدباء وعن مسيرة مسيرة صنعها شعب اليمن خلال أربعة آلاف سنة ده بالنسبة من الحالة الثالثة المرحلة الرابعة للأحباش من 525 سنة قبل الميلاد أو ميلادية إلى 529 سنة والخامسة السلسانيون للمرحلة الفرس 570 سنة ميلادية لـ 599 والسادسة تاريخ اليمن الإسلامي 610 إلى 1967 إلى يومين هذا والأخيرة إلى المرحلة اليمن الحديثة ده بالنسبة لتاريخ اليمن اللي بنتكلم عنه في عجالة ولم نستطيع أنه في حق الشريحة يا علي دي الخرائط اللي بتبين لنا الأماكن اللي موجودة فيها كل هذه الممالك نحن اللي نتكلم عن أفراد نحن نتكلم عن شعب أنشأ حضارة سجلها التاريخ خلال أربعة آلاف سنة الشريحة يا علي هذه الصور نراها سواء كان في ريم أو في كل التمثيل دي كثير جدا اسمع يا شباب كثير جدا من آثار اليمن وآثار العراق وآثار سوريا وآثار الدول الأخرى سرقت سرقت والآن موجودة في أماكن مختلفة في الدول المختلفة من العالم بعد أن سرقت كان أكبر مصيبة رأيناها حينما سقطة ببغداد عام 2003 وآخذ نخص دخلوا المتاحف وخرجوا بآثار كثيرة وكانت الناس تولول وتسرخ وتصوت على على حضارة بتسرق على أعين ومسبع من الناس والعالم كله وهذا ما يحدث في اليمن اليوم اليمن ليست فقط تجويع ولكنها سرقت سرقت أثار سرقت تاريخ سرقت حضارة سرقت نهضة كذلك فلا تحصروا قضية اليمن في مجرد أكل وشرب ومعاناة لكن حصرواها في قضية فكر وعمل ونهضة وحضارة وتقدم وعلوم معرفية كما نرى في الصور اللي أمامنا الآن هذه أثار أخرى صنعها أجددنا اليمانيين في هذه الأوقات في هذا المكان أما بالنسبة من هم العرب العريب والعرب مستعربة فهم العرب العريب هم العرب القحتانيون بنحدروا من نسل قحتان قحتان وقحتان ده ابن عابر ابن شالخ ابن أرفق شز ابن سام ابن نوح ده ككل المؤرخين والنسابين ولابن خلفه اسمه يعرب يعرب ابن قحتان تولى الملك وحكم اليمن وانتصر على ما تبقى من قوم عاد ويرجع بعض المؤرخين ظهور العربية إلى يعرب ابن قحتان إذ يعتقدون أنها أول من تحدث العربية وأعرب باللسان فنسبت اللغة العربية إلا إليه والعرب العربة هي العرب البائدة ويعنون بالبائدة للقبائل العربي القديم التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية ثم بادت قبل الإسلام وانقرضت أخبارها وتسمى بالبائدة يعني الهالكة لأنها لم يبقى على وجه الأرض منها أو من أسلها أحد ومن هذه القبائل عاد وتمود وعمليق وتصم وجديس وأميم وجاسم وقد أضاف إليهم عبيل وجرهم الأولى ودبار كل هذه الأشياء في مسيرة مسيرة صارت داخل أفئدة الشعب اليمني على مدار آلاف السنين على مدار آلاف السنين بعد كده اللي بعدها أما العرب مستعبين اللي ما دول كانوا من نسل سيدنا إسماعيل لأن سيدنا أبراهيم لم يكن نتكلم على العربية كان أعجامي هم من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام وزوجته الجرهمية رعلا بنت مضاد ابن عمر الجرهمي ويطلق عليهم في الروايات الأخرى المتعربة أو العدنانيون أو التراريون أو المعديون كما يسميهم ابن خلدون لمقدمة المشهورة العرب الباقية وقد سموا بالعرب المستعربة لاندماجهم مع العرب العاربة وبعدها أخذوا منهم اللغة العربية فأنا نتكلم عن اللغة العربية وأصل العروبة في اليمن ومن اليمن ولكافة الدول العربية بما فيهم نحن في مصر أو نحن في شمال أفريقيا أو نحن في كافة دول الخليج وشبه الجزيرة العربية كلنا نتعلم لغة علمها لنا آبأنا وأجددنا وأسلفنا من أبناء اليمن واعتبر العرب المستعربة هي العرب الباقية لأنه يشكلون جمهارة العرب بعد هلاك البائدة العرب البائدة وذلك نتكلم عنهم دلوقتي أنا وأنتم منهم اللي بعد كده يا علي الأحاديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها يعني اليمن مخلدة بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحدث عنهم ثم بحب الله سبحانه وتعالى وما ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوحك فمنهم الحديث اللي رواه البخاري الله مرحمه رضو عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مبارك لنا في شامنا سوريا سوريا واليمن مصيبتان يعني جرحين غائرين عميقين قبيحين في وجه العالم كله شام شامنا أربعة أو خمس دول في المنطقة هي أصل الحضارة في العالم كله يمن والعراق وسوريا ومصر ومن بعدها تركيا كل هذه الدول أنشأت حضارات استمرت لمئات وآلاف السنين فلابد أن نعافظ عليها وعلى شعوبها جميعا وغيرها من الشعوب الأخرى الله مبارك لنا في إشامنا الله مبارك لنا في يمننا رواه البخاري عن يبي هرايد رواهن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أتاكم شايفينهم اللي جايين دول متخيلين يا شباب اللي مش عارفين تاريخنا أنا مصوبتي السودة معانا ومع شخصي أنا 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 أن كلنا كشباب مش عارفين تاريخنا كلنا كشباب مش عارفين آباءنا وأجددنا وأسلفنا وعادتنا وتقالدنا وتقفطنا مش عارفينها مش عارفينها لذلك يفعل بنا ما يفعل والأنت اللي عامل يامين لحبت ناس يعني غلابة أعطيهم ما تبقى عندك منفتات طعام لا لا ومليون لا لأنهم أنشأوا وكان لهم فضل علينا أنشأوا حضراتكم لهم فضل علينا كبير من هذا أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية وفي رواية مسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية داها كذا وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينتق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وأخرج البخاريخ في صحيحة عن ابن مسعود عقبة بن عمر رجل الله عنه أشار رسوله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن كما أشير أنا كده فقال الإيمان يمان ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا وأخرج الإيمان مسلم في الصحيحة عن أبو هل يدرد عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن اليمن الحديث فيها أحدث كثيرة جدا عن اليمن وعن فضل اليمن وعن شعب اليمن وعن رجال اليمن وصحابة اليمن وأنصار اليمن شريحة يا علي من هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الوقت ده تخيلوا إنه هناك أكثر من مئة صحابي خرجوا من هذه الأرض المباركة يعني وإحنا نستطيع أن نحصي الصحابة اللي خرجوا من مكة قد يكون صحابة اليمن أكثر منهم عددا أكثر منهم عددا والله أعلم وعلى النحصية أكثر من مئة صحابي أولهم ولم يكن صحابيا هو سيد التبعين اللي تكلم عليه أخونا عبادة في الأول اللي هو أويس القرني الذي ولد قبل الإسلام ومات في صفين في مقاطع صفين عن عمر النهزة الثلاثة وتسعين عاما ومات شهيدا في مقاطع صفين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن يستغفر لك أويس أويس القرني فافعل من رأى الروايس القرني فيسأله أن يستغفر لهم هذا هو سيد التبعين اليمني القرني الذي ودد في قرن في اليمن قبل البعثة المحمدية صلى الله عليه وسلم كتير أنا مش حسكر الميت صحابي بس أنا بتحدث اليوم مع الشباب عشان لهم يعرفوا قيمة ما قدمته اليمن للإنسانية والحضارة والإسلام والتاريخ بعد أسماء السحابة حاصلهم سريعا عشان نعامل الوقت سيدنا أبو هريرة سيد الحفاظ راد大家都 عنه سيدنا أبيya سيدنا töفا بن كعب راد요 UR Davis سيدنا طفايل بن عمر الدوسي سيد دوس سيد أسامة بن زيد حبة رسول الله سيدة أسماء بن تعميس صاحبة الهجرتين السيدة جوارية بن تلحارس أم المؤمنين سيدنا إزايد بن حارس وابن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبني ولا يستشهد فيما بعد في غزوة مؤتة سيدنا ذحية شبيه الرسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا شرحبيل بن حسنة فاتح الأردن وأمير فلسطين سيدنا المقداد بن عمر المهراني رسوله الكندي رسوله lo Turun أول فارس في أول فارس في الصحابة سيدنا عمار بن ياسر العنسي رسوله lo Turun سيدنا عمر بن معدي كاريب الزبيدي رسوله lo Turun فارس العرب في الجاهلية والإسلام سيدنا سعد بن عبادة رسول الله عنه سيد الخزرج محمل رائعة الأنصار سيدنا أبو أيوب الأنصار رسوله lo Turun ياهدفنا في اسطنبول سيدنا أسعد بن زرارة رسول الله عنه وكان هو وذكوان بن عبد قيس أول من أسلمه من أهل المدينة سيدنا أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه حكيم الأمة سيدنا أنس بن الندر رضي الله عنه الشهيد الصادق سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه قاتل المئة سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه فادي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه بليع الأرض سيدنا عبادة بن السامد رضي الله عنه اللي توفي في الرملة في فلسطين سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوح وسيدنا معاذ بن عمر بن الجموح رضي الله عنه كل هؤلاء وغيرهم أكتر من مئة صحابة صاحبوه وسفروا اللي سفر على رجلية واللي سفر ركب حمار واللي سفر ركب جمل لكن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان اليوم الدين هذا فضل اليمن على الأمة لما بعد يا علي من العلماء اليمن الإمام الصنعاني الذي ولده كان فقيه ومحدث ومولى حمير فقيه ومحدث ولده في مئة ستة وعشرين هجرية السيدة الحرة ملكة كان هناك ملوك من النساء ملوك من النساء حكموا تحملت أمور الدولة في اليمن والهند وعمان ووردت في سنة ربعين واربعين هجرية وتوفيت في خمسمائة واربعين واربعين هجرية المؤرخة بالحسن الهمداني أبو محمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سلمان الحارث الهمداني هو كان نسابة وأديم وشاعر وفيلسوف ورحالة ما فيش جاهل ما كانش فيه جاهل عندنا سيدنا الإمام الشرف الدين بن يحيا الكوكباني كان شاعر من تسعمائة وتلاتين ومتسعمائة وتلاتين وأما توفى في ألف وعشر هجرية سيدنا الفقيه محمد بن علي محمد الشوكاني قنقادي وعالم وفقيه ومفتي ولد في ألف مئة سبعة وثلاتين هجرية وتوفى في ألف ومتنى خمسة وخمسين هجرية سيدنا محمد علي بن محمد بن صالح العنسي شاعر ومتوفي في ألف ومئة تلاتين هجرية الفقيه صالح ابن مهدي ابن علي المقبلي ولد في ألف ستمائة سبعة وثلاتين اللي هي بتساوي لألف ستمائة ستة وتسعين ولد في مقبل باليمن وتوفى في مكة المكرمة الإمام المحدث عبد الرازق بن همام الصنعاني عبد الرازق بن صنعاني ولد في سبعة وثلاتين هجرية وتوفى تونمية ستة وعشرين هجرية الفقيه علي بن محمد بن أحمد العنسي ولد في صنعة وتوفى في العر في سنة ألف سبعة وعشرين كل هؤلاء كانوا جزء وليس الكل من علماء اليمن من علماء اليمن أما هجرة اليمن اللي هي أثرت وساعدت الشعوب التي حولها فالهجرة شرق أفريقيا طبعا فيه اتنين دلوقتي في شرق أفريقيا لو أحساء جمهورية أحدهما المرأة التي تولت رئاسة الجمهورية في تنزانيا فيه رجل تاني من أصل حضرامي أيضا يحكم حاليا في أفريقيا الهجرة الأولى شرق أفريقيا كان في القرن التاسع قبل الميلاد في عصر مملكة أوسان ثم مملكة سبق والهجرة الثانية كان بعض ظهور الإسلام وقيام الخياف الإسلامية وانتشرت الجليان في كل ساحل الشرق يعني كانوا تجار كانوا فتحين كانوا علماء كانوا مستكشفين إلى آخره يعني شعب له أصل وله تاريخ أما الهجرة الثالثة في الشرق أفريقيا ما زالت الهجرات تتوالى إلى يومنا هذا الهجرة الجزء للأمر بدأت منذ القرن الرابع عشر الميلاد من أبناء اليمن حضارمة والهجرة الهند الشرقية في كيرلا بدأت منذ قربة ألف سنة قبل الميلاد لأندونيسيا بدأت الهجرة من أبناء الحضارمة اليمانيين في نهاية قرن السبعتاشر بدأت قرن السبعتاشر والهجرة الخريج العربي بدأت مع تأسيس الدولة السعودية عام 1932 واستمرت في بناء سمعني يا شباب في بناء في بناء كافة الدول الموجودة والتي أنشأت ونشأت بعد هذه الفترة بعد 1932 طبعا أنا منتكلم عن يمن تاريخها يمتد إلى أربع تلاف سنة وتيجي لتساعد في إنشاء وإقامة وبناء دول أسست في أقل من مائة عام الان الهجرة إلى بريطانيا كان الاحتلال بريطانيا في اليمن من 1939 إلى 1967 وبدأت الهجرة في منتصف القرن العشرين لبريطانيا ثم بعدها إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخرية الأخيرة يعني معناه كلما نزل أهل اليمن في مكان تأثر هذا المكان بثقافتهم وقيامهم وتاريخهم وحضرتهم ودنهم وعاخدتهم جزاهم الله عننا خير الجزاء والشاهد في كل مكان في بريطانيا سواء كان في كاردف سواء كان في شيفلد سواء كان في حتة ثانية مش فاكر المس في برمنجهام عندنا هنا كذلك سواء كان في ميتشغان في أمريكا وفي أولايات أخرى كثيرة جدا غير أندونيسيا اللي تلع منها الوزراء وتلع منها العلماء وتلع منها الرؤساء إلى آخر بالنسبة لحال الإنسانية دي النقطة السبعة يعني أنا تكلمت عن ست نقاط بتتكلم عن تاريخ وتترقافها وماذا قدم الشعب اليمن من كل الشعوب الأخرى ناخدش في حال الإنسانية اليمن فكان لازم ما ندخل المدخل ده كله علشان أنتم معانا هنا في هذه الجلسة تعرفوا أن تاريخ اليمن وما قدمه اليمن للعالم لابد أن يكون جزء من مسيرة دعمنا لأبناء الشعب اليمني ولأحياء القضية الإنسانية اليمنية المعلومات اللي أنا أخذها عندي دي كلها من مصادر الأمم المتحدة من مكتب التنشيق فدعوا اللاجئين نظمة صحة العالمية وكمان تأرير اللي هو سنة 2021 للإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا في معلومات عامة التعداد السكاني اليمن حوالي في سنة 2016 حوالي 27 و 584 ألف 27 مليون و 58 ألف نسمة فيهم 24 مليون نسمة سمعين يا شباب 24 من قرابة 27 ونصف مليون ونسمة محتاجين للمساعدة والحماية يعني 87% من الأبناء الشعب اليمني يحتاجوا للحماية والمساعدة قولوا لمن يسمع دي أقام لا تخطئ 13 ونصف مليون نسمة يعني 49% من الشعب اليمني يحتاج لمساعدة عاجلة وقد يتعرضوا لخطر المجاعة نتيجة التقحت أو النقص الشديد في توافر مواضي غزائية وقد يصل هذا العدد قبل نهاية شهر يونيو إلى 16 و3 من 10 مليون نسمة يعني يوصل إلى 59% من الشعب اليمني بعد شهرين ده بالنسبة للمعلومات العامة عن المدى المعاناة اللي بيواجهها الشعب اليمني من اللي هي إحصائيات الأمم المتحدة في 16500 بيعانوا فعلا من مجاعة يعني خلاص قابقوا صينا أو قدنا حيرتفع عددهم ل47000 لنهاية شهر يونيو إلا منقدمناهم مساعدات مجاعة مجاعة يعني يعتبر صلاحة 0.17 من المية من الشعب اليمني يعني 2 من 10 في المية من الشعب اليمني تقريبا في 2-254 2-254 نسمة أو 2-254 ألف من الأطفال الأطفال إلا بقى اللي هو بيساوي كم 8 و 2 من 10 من نسبة المواطنين اللي هما الأطفال اللي ما بين سن الولادة إلى سن 5 سنوات بيعانوا من سوق التغذية حاد بيحتاجوا لعلاج فيه في داخل اليمن 4 مليون نازح 4 مليون نازح في داخل اليمن زي ما في سوريا فيه 7 أو 11 7 مليون نازح في داخل سوريا لما كان في العراق فيه 3 مليون نازح داخل العراق لما كان زمانا قبل ما إيه يتتوقف الحرب 4 مليون نازح يعني بيمثلوا حوالي 14 ونصف المية من نسبة المواطنين اليمنيين اليمن كذلك بتصطديف 276 ألف لاجئ من أثيوبيا ومن الصومال من أثيوبيا ومن الصومال مؤتمر اليمن اللي اتعقد في شهر فبراير الماضي كانوا عايزين يجمعوا 3 و 8 و 10 مليار دولار الأسف جمعوا 1 و 7 من 10 مليار دولار يعني أقل من 4 من 45% مما يحتاج الشعب اليمني وأتمنى أن يوصل هذا المال إلى اليمن لأن كثير جدا من الوعود التي تتعيدها الدول لا تصل إلى مستعقية من أبناء الشعوب الأمن الغذائي سيزداد عدم ما يحتاجون المساعدة الغذائية 3 مليون زي ما لك كلمة قبل كدوة بحضور شهر يونيا فترتفع من 13.5 مليون نسمة إلى 16.12 مليون نسمة 11 مليون نسمة منهم اللي هما بيسووا 39% من عدد السكان لليمن درجة الجوع والمجاع عندهم بتسوي حاجة اسمها IPC3 إيه اللي موجود فيه 5 مليون منهم ده IPC4 اللي هي 18 بتوصل لدرجة نقص حاد يعني يعني فيه فيه نقص فيه نقص حاد جدا يعني 40% عندهم نقص حاد عندهم نقص في المواد الغذائية وفي 18% عندهم نقص شديد جدا في المواد الغذائية وفيه 47 ألف هيوصلوا لIPC5 وهدي درجة خطيرة قريبة جدا من المجاعة اللي بيساوي أقل من 10% من العدد السكار ونسبة المواطنين اللي هيحتاجوا بمساعدات هترتفع على شهر يونيا أو آخر شهر يونيا من 49% إلى 59% يعني 49% إلى 58% 40% على نهاية شهر يونيا يعني بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله هذا ما يعاني منه الشعب اليمني الآن ومسيرة المعاناة ومسيرة الحرمان ومسيرة المرض ومسيرة كل هذا العذاب أمام عيوننا منذ ستة سنوات دي الأطفال ومشايفين الأب اللي في النص بيبحثوا عن الأكل في القمامة أو بيلحثوا ما تبقى في الطبق اللي هو أموم ذات يوم أو الأب جاب حبة ورق شجر علشان يبخوز زي ما احنا شفناها الحاجات دي كلها وشفناها من قبل لما كانوا بيطبخوا أوراق الشجر ويبيعوها أو ياكلوها علشان يسدوا رمق الجوع عند أولادهم فضيحة ومصيبة كبرى الحماية 24 مليون من أبناء الشعب اليمن يعني 87% يحتاجوا الحماية في قصف مدفعي في قصف ساروخي في قصف متأرات فالناس لا تعرف من أين تأتي هذه الحمم من جهنم الصحة 20 مليون يعني 73% من الشعب العالم عن يحتاجون لمعونات صحية 73% من الشعب يعني نتكلم عن أرقام نتكلم عن مخمخات نتكلم عن أرقام أرقام حقيقية طبعاً ما بين الرجال والنساء والأولاد والفتيات يعني 25-24% بينهم اللي هم العشرين مليون ناس مزال من شايفين الأرقام الخطيرة قدمنا 4-18 مليون من الرجال 4-19 مليون من النساء 5-12 مليون من الأولاد الذكور و 4-19 مليون من الفتيات أيضاً ده اللي هم محتاجين لمساعدة صحية دون أن نعرف كم مقدار هذه المساعدة التي يحتاجها 20 مليون 73% من الشعب اليمن في طفل بيموت كل 10 دقيقة من أمراض ممكن نعليقها لماذا؟ لأنه لا يوجد علاج طبي لا يوجد دكاترة لا يوجد مستشفيات لا يوجد أي رعاية صحية في كثير من الأماكن كثبت العملين الصحيين العمل الصحي اللي هو يعني العمال اللي هم بيشتغلوا في الصحة ليس الدكاترة لما يكون الممرضات لما المساعدين اللي كذا اللي كذا اللي كذا 10 واحد لكل ألف وعند بمنظمة الصحة العالمية 22 لكل 10 يعني 2 لكل ألف يعني 2 يخدموا ده مش دكتور ده مش دكتور أو دكتورة لا دول عمال صحيين كثفة العمال المتخصصين بقى من العمال الصحيين ونقاطباء الغير إكلينيكي يعني يعني طبيب غير إكلينيكي يعني طبيب الصحة العامة الطبيب اللي يشتغل في الإحصائيات الحاجة اللي ما بيعليكش دي بتساوي أقل من واحد من أقل من واحد في المية بقى واحد في الألف واحد في الألف أقل من واحد في الألف يعني 0.88 من 10 أما الأطباء الإكلينيكيين اللي هما يعني يعني الأطباء الأطباء الغير إكلينيكيين بتوع المعامل بتوع الإحصائيات الحاجات دي كلها بتوع الإرشادات أما الأطباء الإكلينيكيين اللي ما بيعالجوا متواجدين في كم في سبعة وستين مدرية من تلتمية تلاتة وتلاتين في مدرية في اليمن يعني في عشرين في المية من عدد مدريات اليمن فيها طبيب أما الثمانين في المية ما فيهاش طبيب أو طبيب طبعا دي الصورة معبلة جدا عن الأطفال اللي كلهم حطينوا إيه دمهم لو كان الأطفال دول أولادنا على أدانهم بيبصوا للسماء لأمرين بيطربهم ربنا الرحمة سبحانه وتعالى وبعدين يخشون من قصف الجوي من الطائرات والطفل اللي قدامنا ده اللي على الشمال شايفين كيف قطعت أو بطرت رجله وربنا يتولى برحمته هو وأهله ده بنسبة للحماية كذلك بنسبة للتغذية في ستة وسبعة من عشر مليون بيحتاجوا علاج لمنع سوء التغذية ستة وسبعة من عشر يعني أربعة وعشرين في المية من الشعب اليمني بيحتاج لعلاج يمنع سوء التغذية في أربعة وسبعة من عشر في اليوم مليون يحتاجوا لعلاج عاجل 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 لمنع سوء التغذية يعني سبعتاشر في المية يعني قدامنا دلوقتي حوالي 42% من الشعب اليمني يحتاج لعلاج عاجل ومتوسط لمنع سوق التغذية في 3.5 مليون مواطن حالتهم أشد احتياجاً أنهم 12.7% يعني المحتاجين لعلاج سوق التغذية 30 حوالي 55% من الشعب اليمني هنقول إيه إحنا ما بنخترعش أرقام إحنا عايزين نعيش داخل هذه المعاناة عشان الناس تشعر إن المسئولية عظيمة وإن الهمة لك بد أن تكون أعظم لذلك في كلمتي في الأول قلت لن يقوم بهذا المجهود إلا الشباب إلا الشباب إلا الشباب في 3.5 مليون اللي هم حالتهم أشد احتياجاً 2.3 من عشر منهم أطفال أقل من 5 سنين اللي هم يعتبروا 65% من نسبة 3.5 مليون أو 8.3 من عشر في المية من سكان الشعب اليمني أطفال 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 في حالة شديدة لاحتياج الدعم الغذائي وفيه 1.2 من عشر مليون امرأة حامل ومرضعة يعني 4.6 مليون من نسبة المواطنين للشعب اليمني دي أرقام ما بتجذبش ما بيخترعاش حد بيعانوا الدكاترة والأطباء والأخصائيين اجتماعين في سواء كان في الأمم المتحدة والمقصائيات المحلية الميدانية عشان يخرجوا بالأرقام دي لنا كلنا عشان نعرف أن المقصائي اللي بيعاني منها الشعب اليمني أو المقصائي اللي بيعاني منها الشعب السوري أو المقصائي اللي بيعاني منها أي شعب في العالم هي حقيقية مش مجرد حبة درارات أو حبة دراهم أو حبة ريالات أو حبة جنيهات أو حبة مركات لا مش مركات اسمها يورو يوروهات بنستعملها أبدا طيب ده شكل بعض الأطفال اللي هل نتكلم عنه هل نشوفناهم كتير أنا مروحة اليمن في 2017 وروحة الحديدة أو روحة صنعها كان نفس كثير من هؤلاء الأطفال في الغالب كلهم بيموتوا سوق التغذية وسوق الخدمة الطبية لا يسأل لليمنيين غير قادرين على الخدمة لكن للعدم توفر الإمكانيات المياه وصرف الصحي اليمن عندها فقر 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 حاد في المياه وأصبح الحصول على المياه الصالحة للشرب وانظام صرف الصحي آم يعني أمر أمر صرف الصحي آمن مطلب عاجل وآني وفوري لو الصرف الصحي ومن الصرف على الشرب اليمني بيحصل في السنة على 150 متر مكعب من المياه سكان شمال أفريقيا بيحصلوا على 1250 متر مكعب من المياه باقي دول العالم في كثير من الدول خاصة في أوروبا والآخرة وآسيا بيحصلوا على 7500 متر مكعب في السنة عشان تعرفوا كيف إن الشعب اليمني يعاني من الفقر الماء الشديد الموجود داخل المجتمع اليمني 15 مليون وربعة من عشرة بيحتاجون لدعم أساسي دعم أساسي مياه صارحة للشرب وصرف صحي يعني 56% من شعب اليمني و8 و7 من عشرة مليون يعني 31% يحتاجوا لدعم عاجل جدا 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 لإيصال مياه صارحة للشرب وعمل أنظمة للصرف الصحي تكون أنظمة ناجحة الصور دي ما بتكذبش في أسوأ من كده كمان في أسوأ من كده كمان بيأكلوا من الزبالة واشتابوا من الزبالة ويأكلوا من مش هعارف يشتابوا منين كمان نعملوا إيه عايزين يعيشوا مش عارفين يعيشوا بالنسبة للتعليم حدثوا لحرج يعني دي كلها إحصائيات من وضلات التربية والتعليم يعني بنتكلم على فتعداد 2004 كانت فيه نسبة الأمية كانت 45% من دكورو والإناس طبعا كانت أكثر في الناس كانت 61% وبعد نسبة من يقرأ ويكتب بالإجماعية من دكور والناس كانت 31% من يقرأ ويكتب من الذكور 37% ومن يناس 25% وبعدين نسبة الزكور المستوى من التعليم الجامعي دخلوا الجامعة يعني ثلاثة ونصف في المية من الزكور واحد في المية من الاناس يعني ده بعد الاحصائيات اللي اعطتها لنا واخدناها من وزارة التربية والتعليم او اليمنية طبعا ده بالنسبة للعدل المدرسين الموجودين في القطاع الحكومي من الاناس حوالي خمسة لخمسين الف من ده سنة 2019-2014 ومن الذكور مية خمسين وخمسين الف اما في القطاع الخاص كان من الاناس خمسة اشعر الف ومن الذكور تلاف وخمسين يعني الاعداد هزيلة بالنسبة لتمانية وعشرين مليون نسمة عدد المعلمين طبعا موجودة يعني ما بين 2009 لغاية 2016 يتراوح ما بين 200 الف ل2115 الف معلم على مستوى اليمن طبعا دي على مستوى المحافظات اللي عايز ياخد الشرايح دي كلها عشان يستفيد بيها ممكن تطلبوها من الأستاذ روشدي أو تطلبوها من عندنا نحن ننسل هلكم ان شاء الله دي كلها احصائيات للحكومة اللي هم نتكلم عنها دي كلها المحافظات اللي موجودة طبعا دي بعد المدارس لو انت بتتخيلوا ان الطالب يعني فيه في السورة العالمين اللي على الايدي اليمين والفودي فيه فصل بتديره امرأة وفيه فصل اخر في الدور الاول اللي هو متهالك من القصف فيه اطفال وتحتها الفصلين دول فيه شاب تاني بيدير فصل مجموعة من الشباب وعلى الشمال فيه فصل في الشارع وتحته فيه فصل التصبورة دخل فيها قذيفة او صاروخ فحتى التصبورة لم تسلم فلما ننظر كيف الشاب التفل ده هيستوعب حالة الامن علشان يستوعب هل هو هيستوعب العلم والمادة اللي بتدرس ليه ولا هيكون قاعد خايف ومرعوب على روحه خايف يموت زي ما مات لقابله ده المناخ الذي يحيط كل شيء في اليمن يعني العملية مش عملية امكانيات لا عملية اماكن ان الاطفال دول ازاي حيتخيلوا انهم في اماكن مدمرة بسواريخ وقنابل الى اخيرة هيستوعبوا العلم وتعلموا الحل عشان نخلص معاكم وانا قلته قبل كده وحقوله بعد كده واللي عايز يسمع كلامي اهل المسلام مش عايز يسمع كلامي جذاكم الله خير انا معديش مشكلة انا حقوله اللي انا حقابل ربنا به والانا مؤمن به الحل في ايدي الشباب الذين لم يتلوثوا بعد يعني انه يتحتم على الشباب ان يقبضوا على ازمام الامور ويدركوا التالي اول حاجة يكون لنا هدف ما ينزلش كده عشوائيين ما ينزلش عشوائيين يكون لنا هدف ايه هو هدفنا هدفنا اقامة السلام من اجل يمن واحد وموحد يسع الجميع سمعيني يسع الجميع هقول تحت الجميع دي خمسين مليون خط سواء شئنا ام ابينا الرسالة يمن بلاقات ده عندي انا بكلم عن اماني انا يمن بلاقات ويمن جديد من اجل المواطنة والعدالة الاجتماعية المهمة هتقع بالدرجة الاولى على اكتافكم ايها الشباب الواعي المستمع القيم بتاعتنا العدل والإحسان والمساواة والمشاركة الفعالة العدل والإحسان والمساواة والمشاركة الفعالة المحاذير أنا بخف دائماً من الدعم الأجنبي لأن دائماً الدعم الأجنبي اللي ما بيجي بيجي مشروط لكن إذا كان الدعم الأجنبي يأتي وفق ما تريده الشعوب والمجتمعات أهلا وسهلا بي لكن كل خوفي إن هذه الدعمات تيجي مسيسة والاختراض كذلك أو الانتماء لأي قوة إقليمية أو أي قوة عالمية أو أي حركة أو أي حزبة أو جمعة دنيا إلى آخر إحنا دوقتي بنحاول نعيد بناء اليمن من جديد فلابد كلنا نصهر في بوتقة المجتمع اللي حيعمل يعيد بناء أواصل الوطن مرة أخرى لأن المحرمات علينا في التفلقة العنصرية والحزبية والقبلية والمدهلبية والحركات السياسية من داخل الوطن أما التحديات الخارجية أيضا طريق طويل في نقص أو نعدام الدعم في قلة الوعي في جهل أو فساد بعض المسؤولين وفي تدخلات خارجية ودعم كل هذه الأشياء قبل أن ننشتغل في أي شيء ونحب ننزل على أي ورد أرض واقع قبل أن ننزل الأرض الواقع في أي مكان في العالم سواء كان في اليمن أو غيرها يكون لدينا هدف ورسالة ومهمة وقيم ومحاذير ومحرمات وتحديات بعدها ننشتغل على هج جميعا عندنا بقى المؤسسات اللي زي الأخت اللي هي كلمت في الأول عن اللي هو المبادرة اللي عملوها من سنة 2019 أو دور الشباب في داخل المبادرة دي إيه؟ نملا واحد تحديد أهداف واضحة وفق خطة مدروسة داخل خريط الطريق لأننا نقول إيه؟ حنشتغل على مستوى الحي حنشتغل على مستوى الحارة حنشتغل على مستوى المدينة حنشتغل على مستوى القرية حنشتغل على مستوى الوطن لابد نعملين خريط طريق لابد نوعب مع بعض نضع أهداف وخطة ومعالم طريقة لازم ألا نتابع سياسة التمييز أبدا ولا نسمح لأعداء الوطن اللي هم يريدون لتقسيم اليمن إلى أجزاء مختلفة أو قواعد عرقية أو فكرية أو مذهبية أو سياسية أو تقسيمات أخرى نحن عشنا في اليمن لمدة مئات السنين كدولة أو لألاف السنين كدولة نتحاشى إن أمكن إن أمكن إن أمكن إن أمكن لاعتماد على منحة القروض الأجنبية خاصة إن كانت مشروطة نمرة أربعة نبني الثقة بأن كافة التشكيلات المجتمعية والثقة دي مهمة جدا 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 بتيجي لما قلت قبل كده مع الشباب من كم شهر أنا مش فاكر يعني في العام الماضي اللي هو بالتواصل كثرة التواصل بيننا وبين بعدنا البعض نتفق على رؤية مشتركة تطبق من خلال خريط الطريق واضحة مرسومة الخطة على مستوى الحي أو القرية أو المدينة أو المحافظة أو الوطن نريد أن نعب مع بعض سواء كان عن طريق الحي أو عن طريق القرية أو عن طريق الشارع لابد نعب مع بعض نحن كشباب الأمل نحن كشباب الأمل حنستطيع أن نغير هذه المنظومة السيئة ونغير هذا الركود المجتمعي نمرة 6 نكون الجانب توعوية سواء كانت خيرية أو أمنية أو اقتصادية أو ارشادية على المستوى الحي والقرية والمدينة والمحافظة والوطن نحن عاشين نقعد نعمل ايه؟ نعب مع بعض عشان نشتغل ونعودش كلا ساكتين قالنا نصدم القادلات التقليدية التاريخية أن يستفيد الشباب من تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا ومع هذا لابد من تواجد بدائل أن اليمن تعاني من التواصل اللي هو منطني الانترنت منطني شبكات التواصل فكون لنا وسائل أخرى للتواصل تختلف عن اللي هي الانترنت الاخر يعني يكون عندنا بدلين فهذه المرحلة ممكن يعني ده اختراح يعني ممكن ترفضوه طبعا قد توقف التعليم الجامعي عشان نستفيد بالطلبة دول أنهم هم اللي ينزلوا الشارع يحاولوا يعملوا يعملوا أو يبنوا المثال المجتمعية ده اختراح ممكن يرفض أنا بتكلم اللي أنا فكرت فيه عشان أنا أخش معاكم قد توقف في هذه المرحلة الانتقالية وسائل التعليم قصتها في المرحلة الابتدائية وعلينا الاستفادة من ايه لو حبينا ان احنا نستفيد يعني احنا رجعنا للصور اللي هي اللي كانت قبل كده هو اللي هي دي اللي هي المدارس دي مفيش معاكم عندنا مساجد ممكن عندنا آلاف المساجد في اليمن نستفيد بقاعات المساجد لنحولها إلى فصول دراسية يدرس فيها المدرسين ويدرس فيها اللي هما طلبة الجامعة اللي هما توقفوا عن ايه الدراسة إن كان هذا الجزء ايه مستحب أو هذا الجزء يعني ايه يكون جزء من المساجد المجتمعية يعني احنا عندنا كم مسجد في صنع كم مسجد في كل مدينة المدر وقرية وكم هو المدة اللي احنا بنعودها في المسجد عشان نصلي فيها قاعات كثيرة المساجد تحول هذه القاعات إلى فصول دراسية للشباب تركيز على الخدمات الاجتماعية نمرة عشرة لها خدمات الصحية حسب الإمكانات المتاحة الزراعية والتربية الحوانية والزراعات البديلة للقات لابد إنها ناجد زراعة بديلة للقات حتى لو الناس حتبقى ضدي أنا مابلك ماخدين مبالكم لا الزقات مرض خطير جدا بيؤثر على الشعب اليمني وقصد اليمني الزراعة والتربية الحوانية وزراعات البديلة للقات بناء الأسواق الشعبية اللي ممكن تكون في المتنونة عادة الإعمار بلوسائل المحلية المتاحة الاهتبان بالخدمات الاجتماعية الغير مكلفة منها التزاور يعني إزاي هنرفع الثقة والطمأنينة في أفقدة النساء والآهي في البيت إنهم بناتنا اللي هما الجامعيات اللي كانوا في الجامعة يروحوا في الأحياء يزوروا مثل هؤلاء النسوة يرفعوا مستوى الوعي عندهم ويجعلهم يرتفع مستوى الثقة في العمل للشباب يقوم بيهن اهتمام بالخدمات الاجتماعية اللي بغير مكلفة منها التزاور مع العائلات والأطمأنان عليهم من الفتيات والنساء بث الثقة والسكينة والطمأنينة في قلوب الفقراء المسكين التركيز على السباب الأمن بإيه بمراقبة كل من هو غريب ومستغرب يأتي لأحيائهم للدرك يا شباب أنا قلت لا بأس أن توقف المدارة الاستنوية والجامعات في هذه الفترة للاستفادة من طاقات الشباب الاهتمام بالأعمال اليدوية أعمال عملاق أعمال اليدوية في هذه المرحلة بالدرجة الأولى التركيز على بناء القاعدة المجتمعية من القاعدة إلى القمة وإلا أنها التفت إلى حجم ووعود الدعومات المانحين الذين يريدون إيقاف بناء هذه المسيرة عدم قبول تبرعات ده رأي شخصي لكن ممكن يناقش إلا إذا كانت هذه الدعومات وفق مصير بناءة خريطة الطريق التي يحدد الشباب معالمها وإلا يقبلوا منحة مشروطة لا توافق مع مصيرات خريطة الطريقهم أن يكون مبدأ بناء الثقة هو المحور الأساسي لاستمرارية هذه المسيرة مع سرعة التصدي لكسرة الإشعاعات التي تبصها الثورات المضادة وتفرزها الدول العميقة في الوطن ده بالنسبة للشباب لداخل اليمن طب الشباب اللي عايشين في أوروبا وأمريكا اللي هم عاديين بياكلوا كنتاكي وفيشان شيبس وإيتان يا ربي وكل الحاجات دي كلها عليكوا دور انتوا كمان اللي هم نسميه بنجليز الدياسبرا اول حاجة اكتشافه استنفاذ كافة منافذ جمع تبرعات سواء كانت مادية أو عينية اتنين النشر والإعلان عن حجم المأساة الإنسانية للشعب اليمني تلاتة منواصلة حق الشعب اليمني في العيش وبناء مسيرة السلام نمر 4 التواصل والتشبيك وبناء الشراكات مع المؤسسات الدولية والحكومية المتعاطفة مع القضية اليمني نمر 5 نقل خبرات والتقنيات التكنولوجية لمؤسسات المحلية يعني احنا عاديين في أوروبا وعاديين في أمريكا وعاديين في دول أخرى مش عشان بس ايه بنتصعب على الشعب لا احنا دور نقوم به دور نقوم به على مستوى الدول اللي احنا عاشين فيها المساهمة في رسمة خريطة أو خراءة الطريق كان داخل يمن مع مين مع اخواننا اللي هما عايشين في الأماكن المختلفة في اليمن المساهمة في تدريب وتأهيل وبناء قدرات المؤسسات المحلية والبلديات اللي عاملين فيها المشاركة في عمل البحوث والتحديلات الواقعية والدراسات العلمية على المشاكل التي يعاني منها الشعب اليمني الحصول على بعض مناح الدراسية لأبناء الشعب اليمني في الدول التي يعيشون فيها كل هذه الأشياء ممكن الشباب اللي زي عمثلنا في تركيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي الدول الغنية الأخرى في جنوب أفريقيا بعض الدول الخارجية يعملوا هذا وغيرها هذه الرسائل الخاتمة للشباب عشان نختم معاكم إذا كانت عندكم بعض الأسئلة عشان تسألوني فيها فيما بعد يعني لقد استعرضنا ما قالت أي الأمور في يمن السعيد فعلينا أن ندرك أن الدورس رئيس المنوط بنا أو بكم سيكون متعدد الجوانب أو الأبعاد سيكون محوريا تقاطعيا رئيسيا تكمليا قاعديا أو مستقبليا من أجل بناء يمن جديد بلاقات بناء يمن جديد بلاقات أما محوريات الدول نحن نقوم فيه محوريات تقاطعية فهي في التداخل مع كافة أنا كشاب أستطيع أن أتداخل مع كافة المشاكل المجتمعية التي يواجهها يمن السعيد فنعمل كشباب جاهدين على التصدي لها لإيجاد حول النجاح يعني ما ينفعش أننا ما فكرش في حل مشكلة مجتمعية داخل المجتمع وأنا عايش داخل اليمن وأتواصل مع الناس اللي عايشين برا علشان يساعدوني في حل مثل هذه المشكلة اللي هو الأبناء الشعب اليمن ده المحوريات تقاطعية الشريحة يا علي أما رئاساتنا الرئاسية ليه لأن زي ما أختنا اللي كان بتتكلم في الأول اللي هي إحنا أصحاب مبادرات خلاص وإحنا اللي بنصنعها بنفسنا وإحنا اللي حناخدها بنفسنا وإحنا اللي حناخدب أبنائنا بمسلم لأننا قادرين على تنفيذها وإحكامها أما التكاملية فتقع في أن نتكامل مع بعضنا البعض نتكامل 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 في الأداء ثم مع بعضنا والآخرين من الشركاء اليمنيين ثم مع بعضنا والحكومة ومؤسستها ثم مع أبناء اليمن في الخارج ثم أيضا مع كل من يحب اليمن ورد عنه لابد يكون ثقافتنا التكامل مع كل من يحب اليمن ويحاول أن يساعد اليمن سواء كان من أبنائنا في الداخل أو الحكومة أو المنصد الأخرى أو أبنائنا في الخارج أو مؤذرين للشعب اليمنى وقادرين أما القاعدية الأساسية منبثقة من إيه؟ من إيماننا العميق بإيه؟ بحق كل كائن حي في الحياة في اليمن لابد أن نسعى إلى أن نرعى كل كائن حي يحيى بين أحضان الوطن اليمن فنقوم على خدمته سواء كان إنسان أو كان حيوان أو كان طير أو كان جماد في نفس الوقت نسعى المحافظة على الثقافة بتاعت اليمن والقيم بتاعت اليمن والأخلاقيات بتاعت اليمن والحضارة والتاريخ والعلوم والنعضة اللي أنشئتها اليمن الشعب اليمني فيما مضى وما زاد يؤمن بها أما المستقبلية فنراها في أعين كل يمني في كل عين إما نقعد نبص الأطفال اللي كنا نشوفهم دول وما يبصرون السماء عانى فصبر شقي فأنجز حرم فأعطى منع فبذل ظلم فعدل وقع فأقام أميت فأحيا رضي فأرض حمد فحمد زكى فأزكى حكم فحكم أوذي فعفى ثمح فأرشد أحب فضحى سجد فأوعى عبد فأرضى ومات فسعدى كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء لابد إحنا بنراها في مستقبل اليمن في كل فرد بنسعده داخل اليمن أما قيادتنا اللي هي القيادية فهي قيادة في عدل رشاد في حكمة بدل في تواضع مخاطرة في معرفة تضحية في يقين ليل في حزم رؤية في بصيرة طمأنينة في سكينة سلم في حلم سمع في علم شورة في وض إباء في كرامة نخوة في نجدة عزم في حنين صفاء في سريرة إيثار في سخاء بهاء في سماء قلود في صدور ورفعة في ذكر دي خصائصنا لا هنأتكلم عنها لأننا عندنا ثقافة وعندنا قيم وعندنا تاريخ وعندنا رؤى وعندنا فلسفات لابد أننا نحققها في حينما نقود المسيح المجتمعية في الآن وفي المستقبل في اليمن إن شاء الله فنحن نضحي ليمسي سعيدا اليمن نحيا ليبقى فريدا اليمن نبقى ليرشد سديدا اليمن ننهض ليخرج رشيدا اليمن نسعى ليعلو وجيدا اليمن ونسجد لرب لربا مجيدا اليمن كل هذا احنا مركزين على حاجة واحدة عايزين نبني اليمن مش عايز ابني حزبي أو جمعيتي أو جماعتي أو مذهبي أو أو إلى آخر أنا عايز ابني يمن ذلك أنا مقول الأمل في الشباب ليه لأنه أنتم تستطيعون أن تتخلصوا من الحزبية والمذهبية والتحذبية اللي إيه وقع فيها اللي إيه الأباء والأجداد إن شاء الله احنا الأحد القادم عن كل معادي بنفس اللغة الإنجليزية في نفس التوقيت آآ وانآن أنا انتهيت وجزاكم الله خير وأرجع الميكروفون لأخونا آآ رشدي آآ بعد أن أطلت عليكم يعني المحاضرة دي خلت مني ممكن شهرين أو تلاتة وشهر عشان سأعملها لذلك أنا برجع بشكر الأربع شباب أو الخمس شباب اللي استاعدوني فيها كلهم الله يعطيكم العافية دكتور يبارك فيكم ما شاء الله في عنا عدد من الأخوة اللي حابين يشاركوا معنا في هذا اللقاء تفضل تقدير للأستاذ ومعلمنا وملهونا الأستاذ الدكتور هاني البناء على هذه المحاضرة الرائعة والتي تنمي عما يكنه لليمن من حب وتفاني وتضحية لا نملك إلا أن ندعو له بطول العمر وحسن الختام وكما ذكره لنا في محاضرة الليلة الحقيقة هي كلمات يجب أن تبسط في كتب وتبسط في توجيهات عملية للعمل الإنساني الذي من أهم مؤشراته التكامل كما ذكر أستاذنا الكريم وأن تقوم كل مؤسسة من مؤسسات العمل بالواجب المنوط عليها ونحن في الوكالة اليمنية الدولية للتنمية أخذنا على عاتقنا أن نعمل في إطار العمل التنموي في مجالاته الثلاثة التعليمي والصحي والتمكين الاقتصادي وقد سبق بكلمة الدكتور عبد الرقيب نائب رئيس الوكالة في افتتاح الدورة دعوتكم جميعا لحضور الملتقى الذي سنقيمه هو الخميس القادم بإذن الله عز وجل عبر الزوم سيكون تحت رعاية وزير التربية والتعليم ومخصص لموضوع التعليم في اليمن فمن هذا المنبر ندعو الجميع للحضور وكنت وكنت أريد من أستاذنا الكريم يعني تسليط الضوء على كيف نستطيع أن نوجد عملا إنسانيا دون أن يؤثر حساسية التعامل بين هذه المكونات ما هي المخارج ميثاق عمل شرف بروتوكول يعني يحكم التعاون بين هذه المؤسسات أخلاقيات العمل الإنساني التي ربما في كثير من الأحيان قد تكون عائق في تحقيق كثير من الأهداف التي نريد أن نصل إليها مأساتنا في اليمن كبيرة والفجوة تحتاج إلى تكاتف كل أبناء اليمن من أفراد ومؤسسات وشخصيات اجتماعية فالعبء كبير والعون من الله لنا جميعا وأشكر إدارة الملتقى على حسن الإدارة أنا عدى مع دكتورنا الفاضل هذه الأمسية الرائعة والمنتداء الجميل ولكم جميعا كل الحب والتقدير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أكلمي رجدي رجدي بالنسبة للإقابة عن السؤال أكلمي رجدي فضل دكتور عندك وكيف نستطيع أن نجد عملا إنسانيا دون أن يكون في حسيات اتباع المعايير الإنسانية وعجبناها مذابي فقط شفافية حيادية عدم من حياز ومصداقية المصداقية ستأتي ستأتي من ماذا حينما يراني الناس أننا في يوم من الأيام جاءني زي ما في القرآن سبحانه وتعالى ويتعمون الطعام على حبي مسكنا ويثيما وأسيرا الأسير ده هو الذي كان يقاتلني ويقاتل ديني ويقاتل أول يوم فلابد أن نراقبها وإلا لن نستطيع أن نتكامل لن نستطيع أن نتكامل الجزء الثاني هو جزء شخصي إن الإنسان مننا لابد لابد وهنا التربية اللي ربتناها أمنا في البيت والربتنا أنا المدارس وذي ربنا لها المشايخ والعلماء لابد أن أستطيع التنازل على جزء من شخصيات الاعتبارية من أجل بناء شخصية الوطن اللي لم أستطيع فأنا فاشل لابد أن أشرك معي أنسجة أطياف أخرى من الأنسجة المجتمعية لابد أن أشرك معي الشباب والنساء والشابات أنهم بيفكروا بطرق مختلفة هذا هو المفتاح على المجتمع اللي لم نستطيع هذا فنحدث نفسل مرة أخرى إذن المعيه الإنسانية الشيء قال التنازل عن جزء من الشخصية الاعتبارية للشخص ثم للمؤسسة من أجل الجميع يعني لما نقول إحنا عايزين نعمل مبادرة مع بعض كخمس أو ستة أو سبع أو عشر أو عشرين جمعية لا تسبقنا جمعية قبل أن نعنى عنها فنعنى عنها ده خطر لا يكون شعار جمعية أكبر من الشعار الثانية ده خطر حتى لو كانت الجمعية دي كبيرة والجمعية دي صغيرة كل زي بعضه لأن كلنا في هذه المبادرة أو هذا المشروع متساوين يبقى التنازل عن الشخصية الاعتبارية أو جزء منها للشخص أو للجمعية مهم جدا ونفسه لما سوها فألهامها فجرها وتقواها وتذكية النفس فدي الأشياء اللي احنا لابد أن نحكمها قبل أن نجلس مع بعض لأن التكامل ده منتج التكامل منتج وليس وسيلة إلاكم بالخير يا أستاذ مجاهد في معانا الأخت في معانا الأخت ليان عندها مشاركة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله أنا بقدم الشكر الجزيل كيمنية لدكتور هاني البنة الله يجزيك خير لدكتور صراحة أن كانت مخاضرة شاملة ووافية من جميع القهات لدي سؤال فقط ذكرت موضوع التنازل وموضوع ترك المشاحنات والأمور هذه سؤالي بسيط كيمنية تعيش الأقوى هذه الآن حاليا في منطقة فيز أسألك هل هذا معناته أننا نعطي فرصة نقلس مع أشخاص يدعون للإمامية والفكرة المتخلّف اللي يبسوا الآن بين بناء المجتمع هذا معناته أننا نرضى بفئة بتقرحنا لزمن جدا متخلّف مقابل نحن نبني وطن كمينة ليان هذه هي فكرتي بس هل هذا معقول أننا نرضى بطلحيات التي تحدث حاليا ننسى كل هذه الأشياء التي حدثت واللي قلس الآن تحدث في يمان مقابل نحن نبني وطن بالقلوس مع أشخاص من هذه الفئة أم أنه لازم نتخلّص من هذه الفئة لكي نستطيع أن نبني الوطن بشكل صحيح أنت صاحبة القرار الموجود في الشارع الوطن اليمني يعني فيه أطياف كثيرة عاشوا مع بعض من مئات السنين كل وطن عندنا حتى في بريطانيا هنا فيه ناس متخلفة والله ثلاثة يا أخت اليان أنت لن تستطيع أن تستوعب أن هؤلاء يعيشون في الغرب من التخلّف الفكري والعقلي أنت إحنا متخيلين أن الأمريكان كلهم متعلمين لأن فيه ناس فيهم أجل من دبة وأكثر تخلّف من الناس اللي عايشين في الكهوف لأماكن أخرى ولكن الحكومة استطعت أنها تستوعب كل هؤلاء الناس من أجل الوحدة الوطنية فلذلك بنضع الرؤية اللي هي لو إحنا بدأنا نستسني مجموعة الناس بتوصفها أنها غير متعلمة أو غير واعية أو الأخير هذين المجميع ستتحول فيما بعد إلى مضادات تحاول تمزيق النسيج المجتمع أنها حرمت وده اللي حصل في الأمكان المختلفة وحتستقطبها جهات خارجية والأعزو بالله في كل مجتمع بيحصل هذا حينما نجد أن مجموعة همشت بغض النظر مجموعة تتكلم عن اليمن دلوقتي أتكلم عموميات حينما توجد مجموعة مهمشة في مكان ما ستجد الرحب والسعى لأعداء الوطن لكي يدعموها كي تمزق النسيج الوطن فأنا أقول لها بي يابدك وده اللي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القراشيين عملوا إفسادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كيه لما دخل مكة قال لهم إيه ذهبوا فأنتم التلقاء وعافى عنهم كلهم فإحنا في هذا الأطون يعني وصفه الله سبحانه وتعالى فبرحمة فبرحمة من الله فلو كنت فضل خالد بينا فضل من حولك كان بيجي الأعرابي ويشده كده من من أفاة عوزو بالله مشان بيشده كده يا محمد اعدل يا محمد اعدل يا محمد اعدل يا محمد فلذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعب هؤلاء الناس إحنا في التالي يعني خارجين مسقلين بالجراح وخارجين ثاكلة وآرامل وكل شيء فينا وحوالينا أعداء كستكثر لا يردين اليمن أن تقوم فالرؤية بيضعها أبلاء اليمن في الداخل إن كيف نتعايش ونتناسب مثل هذه الأشياء الرسول الله صلى الله عليه وسلم مش كان مش كان أحل دم بعض اللي هما كانوا أعداء الإسلام قبل دخول مكة وبعد كده غفرة لبعضهم ومنهم كان سيدنا عكريبة بن أبي جهر فالأمور دي كلها اللي بتعاون معها مين المجموعة اللي تدير الموقف لأن إحنا إن أردنا أن نبني مجتمع خارج يعني يعني عديك المسألة تانية يا أخت ليان يتذكر الله خير يعني أسألة صعبة لكن لازم أجواب عليه الحرب العالمية التانية ما تفيها ستين مليون أو أكتر صح الحرب العالمية الأولى ما تفيها ممكن عشرين أو تلاتين مليون أو أكتر الحرب العالمية الأولى يعني حدست لأنهم أتلوا ولي عهد النمسا في صرايبه فاكتمعت الدول وحرب معقونات مات عشرات الملايين أوروبا بعد حربين كلهم كانوا أعداء بعض أعداء أعداء يعني كنتان بسمع النهاردة في برنامج تلفزيوني اللي هو موقعة بالهاربر اللي كانت اللي حكومة الأمريكية الشرع الجيش الأمريكي دخل فيها الحرب وإزاي كان حرب ما بين يليابان وامريكا يعني أنت بتتكلمي عن عن عداء غير عادي لكن في الآخر أوروبا قعدت بعد سنة خمسة أربعين قدت لا خلاص انتهى لابد نعمل مرحلة جديدة نعيش مع بعض لا حرب في أوروبا بعد اليوم وأول شيء عملوه ما عملوهش بقى وحدة أوروبية كده وخلاص لا عملوا وحدة اقتصادية علشان تجبع المصالح الأوروبية اللي دودوا كلهم مع بعض خدت بالك تعلموا من هما أنا بتكلم حضرتك يا وقتديان ستين مليون ده غير بقى إيه غير الاغتصاب غير التدمير غير التشريد غير 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 اللي حصل لكن هما بصوا للهدف الكبير اللي هو يجعلوا الوطن الأوروبي ووطن متكامل مع بعضهم فتغادوا عن أشياء كتلة جدا ولكن هم مع ذلك مع ذلك بس عشان إيه أريحك نفسيا مجرمي الحرب اللي هما عملوا المحارق وعملوا وكذا وعملوا وكذا وعملوا وكذا بدلة فدلة المحاكم تتعقبهم إلى يومنا هذا إلى أن أتب بهم من الأرجنتين وشيلي وبراجواي وكذا 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 وقابوهم وحكموهم اللي منهم مات ولي منهم سجن إلى آخر لكن بالتالي في أمس أنا أقول لك حالك تاني يا أخت ليان يعني أنت في رواندا في 1924 كان في أخبار كذب أطرعت في الراديو هناك أدت القبائل لأنها تقتل بعضها قتل 950 ألف أقل من سنة عافت رواندا من هذا الأمر وأصبحت دلوقتي هي قوة من أسرع القوة الاقتصادية بداخل اسمها كيدي اللي هي أفريقيا خلانا شافت الحرب نفس الموضوع في التفريقية العنسطيني اللي حصلت في الجنوب أفريقيا خدت بالحديتك وتسجل نيلش من مندلة 27-28 سنة وكانت حرب مسلحة لعشرات السنين لكن ألا أن المصلحة مش السلاح المصلحة ننعب مع بعض وأن ننتفق على مسيرة وأن نعمل خلال تريق وأن اللي حكمنا هو خارج صندوق الانتخابات فبالتالي الشعوب هذه سواء كانت في أفريقيا أو كانت في أوروبا أو كانت في أماكن أخرى تعلمت 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 من الدرس القاسي والغالي جدا جدا من الحرب والتفريقة والتشاحنات وحيخرج جيل زيك يا أخت ليانا تحبوه الناس وتحبوهما يعني مثلا هل أنا كل قريبة متعلمين في منهم جهلة هل أنا عندي العلم كله أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان عمه أبو لهب اللي قال له أتبت يا تبت يا تبت يا تبت يا محمد لما كل شيء كان بيدعوه فربينا فيه كذا وكذا وكذا وأبو جاهل مش كان من أحد أقربه فلا كان الجاهل بتاعهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استوعبهم وقال بلدك علشان في مرحلة مكة إلى آخير كان لابد أن يخرج بهذه المزموعة إلى أن يؤسس الدولة وبعد كده هو يستطيع أن هو يتعامل مع العالم كله فبالتالي لابد الناس تعب مع بعض وترى كيف نتعامل مع بعض وكيف نبني وطن من أول وجديد لأن خلي بالك يا أخت اليمن العدو مش فقط في اليمن أبدا العدو ليس في اليمن العدو خارج اليمن بالأسف والعزو بالله شكرا جزيلا دكتور يعطيكم العافية في معنا هادي أخونا هادي تفضل فتح الميكرافون هادي أستاذنا الله يبارك فيكم السلام عليكم جميعا الحياة من الله تحية للدكتور هاني لبن الله سلامك رب نعطيك صحة والعافية إن شاء الله أنا طبعا فقط عندي مداخلة أنه المسؤولية يعني تقع على عاتك الجميع يعني وممكننا بس فقط يعني عمل المداخلة على موضوع المنظمات أنا ما ليدخل طبعا بموضوع الحكومة الحكومة يعني مشتتة وأكثر من اتجاهها طبعا لكن نتكلم على موضوع المنظمات لي لها دور أيضا في موضوع يعني تنمية اليمن لأنها شننشغال أيضا في موبيع الإغاثة وغيرها طبعا والتنمية وغيرها يعني الملاحظة الآن في اليمن يعني توجد الآن أكثر من 18 ألف منظمة مجتمع مدني عجبنا أحد الأخوة علق عليها قال 18 ألف منظمة ورقية يعني ما في هناك يعني فاعلية في هذه المنظمات الإشيء الآخر هو المساعدات التي تدخل اليمن يعني وكثير من الناس وخاصة كثير من الإعلاميين يشتكون أنه هناك ما في رقابة ولا مساءلة ولا يش ولا شبك الشيء الآخر أنه ما في هناك تنسيق بين المنظمات للأسف الشديد هذا العائق الكبير أنه ما في هناك تنسيق وإذا في تنسيق فهو تنسيق من كيانات من نفس الطينة يعني بمعنى أنه من نفس من نفس التوجه يعني كثير من من الشبكات أو كثير من الاتحادات يعني تدعي أنه في تنسيق لكن للأسف يكون التنسيق من نفس التوجه من نفس الطينة الشيء الآخر موضوع الذكر الدكتور هاني يعني موضوع مهم جدا موضوع الموضوع يسمون المبادئ موضوع الإنسانية والحيادية والشفافية وغيرها طبعا من المبادئ والقيم كثير من المنظمات في اليمن هنا تدعي هذه ليش المبادئ وكثير من المنظمات تدعي أكثر من هذه المبادئ لكن في النهاية يعني المبادئ هذه موجودة فقط على البروشور موجودة على المجلات موجودة على الويب سايت موجودة على الفيسبوك لكن لما بنجي بنشوفها على أرض الواقع أنتكاد تكون معدومة حقيقة يعني نكون نكون سريحين في الجانب هذا فذلك أنا أتمنى أن يكون فيه هناك تشبيق صح بين منظمات المدني وخاصة نحن الآن المحاضرة هذه يعني يقيمها الوقف ويسل درني وأيضا أعتقد أنه الوكالة الدولية للتنمية نعم الوكالة الدولية للتنمية وهذا طبعا أنا أعتقد أنها منظمات هي حديثة لكن ما شاء الله يعني ظهرت بسرعة وانتشرت بقوة في الداخل اليمن فأنا أتمنى أنه يبقى هذا الزخم ويكون هناك فيه تشبيق صح بين المنظمات يكون هناك يعني المنظمات يعني تتخصص في مجالات معينة مش كثير من منظمات حسن لها يعني تجدها يعني بتاع كله يقول دكتور هاني فهذه طبعا أنا مداخلتي وأتمنى إن شاء الله أنه نرى إن شاء الله في الخلال السنوات القادمة يكون هناك فيه يعني بوادر للتشبيق وبوادر للتنسيق هو حق موضوع توحيد الجهود مستحيل نحن نوحيد الجهود في اليمن لكن لم يكون هناك فيه بيكون أفضل ويعطيكم الصحة وعافية وبجد يعني أنا مشكور يعني أشكركم حقا على هذه المحاضرة وصلاة في الدكتور هاني ما شاء الله تبارك الله ببنا يعطي الصحة والعافية إن شاء الله بدلنا شكرا 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 ردا جزاكم الله خير يا أستاذ هادي لو لو خرجنا من هذا اللقاء بإندي المبادرة اللي هي كان رئيستها الأخت عبير أبو الأسرار مش كده برضك نعم دكتور والأخت الفاضلة أنا بس عايز أسمع صوتها لأنه عجبني الترحة بتاعها جدا وكذلك الأخ مجاهد اللي هو رئيس اللي هو الوكالة وأوايس القرنية لو إحنا بدأنا بالكتلتين أو تلت كتل دول فإنه نعمل مسير للتنصيق ينضم إليها من يؤمن بالأهداف بتاعتنا عايزين نعمل أخ هادي اللي هي كرة التلج إحنا مش حنقدر ننسخ ما بين التمنتاشر ألف جمعية لكن لو إحنا عملنا مثل حي لأربعة أو خمس تكتلات مع بعض اشتغلوا مع بعض سويا نستطيع أن نؤثر وننقل هذه الثقافة إلى مناطق أخرى صح أنا بتكلم معاك بممتاز طراحة يعني لن نستطيع أننا نعمل اندماج لن نستطيع أننا نجيب كل المؤسسات مع بعض أبدا لكن على الأقل نبدأ في مكان نبدأ مع القواس القرن مع الوكالة أو مع أي مؤجرة مع أي تانية فيه على مستوى مشروع أو مشروعين أو تلاتة في محافظة أو في مدينة أو في بعض الأحياء فنبتقي ثقافة التنسيق بين المؤسسات ومع ده الناس تراها لأن لنخلي بالك يا أخ يا أخ هادي وإخوة كلكم موجودين معايا أن حاليا الأهم والتحدة ومؤسسات دولية بتحاول تعطي للتجمعات والتكتلات ما تعطيش للجمعيات الفردية يعني لو لقوا أن فيه اقتلاف فيه قويس القرن والوكالة وثلاثة أربعة ثانية مع بعض وكلهم قدموا مشروع على مستوى محافظة أو على مستوى مدرية أو على مستوى مدينة حيعتوا الكتل دي كلها لأنه كان يخوف في المشروع اللي احنا مقدموا ده فيه مية فيه صرف صحي وفيه تعليم وفيه زراعة وفيه تأهيل إلى آخر وكل جمعية من الجمعية بتاخد الجزء اللي هي متخصفين بس لابد نبدأ بيه على مستوى صغير علشان تكون هي كورة التلج اللي حيستفين منها بعد كده وخاصة أنا بأركز على الشباب اللي هما يكون لسه في فكرهم يعني وخبرك مش يعني أنا شخصيا رجل فكره تلوث من زمان لكن هما لسه ما تلوثوه لما تلوثت أنا تفضل أخ طيب الأستاذة وفاء تفضلي فتحي الميكروفون اللي عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالبداية حابة أننا أشكر كل المنظمين ما شاء الله مثل هذه الفعاليات وكل الشكر للدكتور هاني البناء الرائع على طرح الرائع الذي يقدمه أنا حابة أننا أقول لهم مداخلة هو مش سؤال ولكن لاحظت أن الدكتور تحدث عن أنه هو طبعا الآن في كل المحاضرة محتوى المحاضرة هو نشر روح السلام والتعايش والمواطنة المتساوية وبناء الدولة والوطن كل المحاضرة إجمالا تعني هذا الكلام لكن دكتور حضرتك تكلمت عن أنه يمل الجميع وأعمل تحته ألف خط أنا مع هذا المبدأ تماما وهو هذا المبدأ الحقيقي المواطنة المتساوية هذا هو أساس الدولة الذي أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا دكتور نحن في اليمن نعاني من كارثة أنت استشهد بالاتحاد الأوروبي الذي بعد الثروب الطويلة والعداد المهولة للضحايا والقتلة وكمية ارتكاب القرائم القسيمة في حقوق الإنسان ولكن بالأخير تكونوا وعملوا الاتحاد الأوروبي وتناسوا كل ما حدث فيما بينهم كونهم يحملوا قضية ما هذا كلام جميل وتستشهد أيضا بالقضية قضية دولة رواندا لكن نحن في اليمن نعاني من كارثة الكارثة الحقيقية هي ليس يعني نحن الآن لا نعاني مثلا من فئة جاهلة فقط يعني الجاهل الفقر المأسا الذي عيش الشعب اليمني ألا دولة في وجود دولة كانت في ظل النظام السابق كيف أنه لم يؤسس لدولة حقيقية الفساد الذي أنتشر في أعماق الدولة الدولة العميقة داخل دولة هذه هي معاناة اليمن لكن هناك كارثة الكارثة الحقيقية في مليشيا الحوثي الذي شنت الآن أو كانت السبب في الحرب الذي شنت على اليمن وعلى اليمنيين والحصار والعدام أبسط مقومات الحياة والانتهاكات ألا متناهية في ظل وجود الحرب هذه المليشيا الحوثي هي ليست فئة جاهلة فقط هذه فئة لا تؤمن بالدولة كيف لي أنا مع مبدأ التعايش والسلام وللعلم إحنا تعايشنا وكنا متعايشين مع كل الفئات في اليمن فئات مختلفة كان في يهود في اليمن في يهود في اليمن وتعايش وعمرنا ما شعرنا بالزيدية أو الشافعية هناك من يسبل وهناك من يضم وهناك هذه حريات شخصية لطريقة لطريقة الشعائر أو للديانة الذي يتدين بين الإنسان لكن مشكلتنا أنهم لا يؤمنون بالدولة لا دولة لا يؤمن في الدولة يؤمن أن له الحق المطلق الإلهي المطلق مشكلتي معهم ليس الديانة ولا العقلية ولا القهل أو القهل الذي هو يعيشه لكن مشكلتي الحقيقية معهم هو الاعتداء هو معتدي عليها أوكي كيف أتعايش أنا تمام كيف أتعايش أنا مع شخص هو يرفض عملية السلام كان في حوار أنا شخصين من من شارك في هذه الحوارات ومحاولات كبيرة إنذارات أولية لأنه سيكون هناك في حرب وكان في حوارات وكنا يعني ندعيهم والله ندعي ممثلين تبعهم وينتظروا الأوامر من صعدة إلى أن تأتيهم وصعدة تنتظر الأوامر من إيران إلى أن تأتيهم يعني في ارتهان للخارج وهذه كارثة ثانيا لا يؤمن بالدولة لا يؤمن بالحق يؤمن أن له الحق الإلهي المطلق ينظر إلى دون ما هو غيره ينظر إلى أنه أقل منه وأنه يجب أن يكون تابع وعبد لهذه الفئة حتى المردودات المالية يعتبر أنه له حق مش بس على مستوى اليمن يقول لك نحن سنحكم العالم مش بس اليمن إنه إحنا لنا الأولوية نحن آلة البيت نحن يعني كيف أتعايش مع شخص هو يرفض التعايش أنت تحدثت عن التجربة الأورلندية أو هذا أو الإتحاد الأوروبي كان في هناك قانون عدالة القانون العدالة الانتقالية هو قانون تصالح قانون تسامع قانون يعني يعني يؤسس لعملية سلام مقبلة بس كان في هناك عدالة جزائية اللي هؤلاء الذين مرتكبين القرائم القاسيمة زي ما تطرقت أنه إلى الآن ما زالوا في المحاكمة الدولية كيف أتعايش مع شخص هو أساساً يرفض التعايش معي يرفض الإيمان بقضيتي يرفض أن يعيش في ضل دولة يريد أن يعيش في عالم خاص في بوضع في لا دولة أحاول أن أبني عاملية سلام هناك الكثير من المبادرات هناك الكثير من التنازلات قدمتها مثلاً الشرعية بعيداً عن أنه أتحدث عن أنه هذه الشرعية مكتملة أو أنها غير مكتملة لكن أنا أتحدث على أنه هناك الكثير من المبادرات من المحاولات من التنازلات من الهدنة هو يستخدم كل الهدن الذي تحصل الآن لتأسيس قوته من جديد ومزيد من الانتهاء في حق اليمنين كيف لنا أن نعمل سلام حقيقي مع جماعة مثل هذه الجماعة كيف نقنع الطرف الآخر أن يؤمن بالسلام وهذه مشكلتنا الحقيقية في اليمن الآن مشكلتنا مش في السلام كل اليمنيين بما فيهم الحوثي يريد السلام ولكن الفرق فيما بيني وبين الحوثي أنا أريد السلام المستدام الدائم الذي يؤسس لدولة لتسامح للمن النسيق الاجتماعي الذي مزق أثناء الحرب بينما الحوثي يريد استسلام يريد سلاما له شخصيا دون النظر إلى سلامة اليمنيين قيامة دولة أو لا دولة لا هو يريد أن ويصنف نفسه لماذا نجح الحوثي في في أنه يوصل إلى هذه المرحلة هناك تواطئ هناك تخاذل من المجتمع الدولي إلى جانب أنه يصنف نفسه أنه من الأقليات الذي ظلمت وأنه شنت عليه ستة حروب فاضطر أنه يحمل السلاح طيب نحن نقول لك الآن اترك السلاح إلقاء إلى الصناديق نعيش في يمن متعايش للجميع وهذا هو الخط الأحمر الذي نعمل تحته ألف خط أحمر لدولة المساواة والقانون الذي أساسا بذل من أقلها شباب ثورة 11 فبراير وقامت من أقلها ثورة 26 ستمبر وقامت من أقلها ثورة 14 من أكتوبر كل هذه الثورات كانت تؤسس وآخرها ثورة 11 من فبراير الذي بذل فيها الشباب الكثير من التفحيات ولا زال لليوم شباب 11 فبراير إما في المقابر شهداء إما في احتجزينا في السجون إما في القبهات والله إنهم يقاتلوا البعض يقاتل وهو أمتر الأطراف هل مثلا نحن كشباب ثورة عملنا هذه الثورة من أجل أن نقيم فوضاء في بلدنا بالأكس إحنا عملنا ثورة من أجل نهضة أوطاننا فبالتالي إذا كنا نعاني كل هذه المعاناة مجتمع دولي يقف ضدنا العالم كله واقف ضده يعني ضد مثلاً هؤلاء الشباب هؤلاء الذي يعانوا إلى جانب التعند العقيب الذي حاصل يعني من قبل هذه الماليشيا برفض عملية السلام كيف أؤسس سلام وكيف أعمل خط أحمر تحت وطن للجميع شكراً ألف شكر وأسفل الإطالة شكراً جزيلاً أترك المايك عند الدكتور عبد الرقيب عباد تفضل الدكتورنا خبيب السلام عليكم ورحمة الله شكراً جزيلاً حقيقة أن يستمتعنا يعني حاضرة الدكتور وجزاه الله خيراً ذكرنا بعض المعاني التي كانت غايبة عنا على كل حال الحرب سوف تنتهي لا شك ولا ريح مهما هنا تطار حالة السنين سوف تنتهي الحرب واليمن ستكون لليمنيين وحدهم وستنتهي كل تاريح سواء مناطق السلالية أو الفئوية ستنتهي أنا عندي قناعة مبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إني لأجد نفس الرحمن منها هنا وأشار إلى اليمن ونفس الرحمن يعني فرج الله فرجه سبحانه وتعالى ومثالي لم تضيع جهود الشباب الذين ضحوا وما زالوا يضحون لم تضيع جهودنا ونحن نعمل في العمل الخيري وسوف يبارك الله عز وجل لنا هذه الأعمال المهم أستاذنا الكريم إخواني واخواتي المهم نحن اليوم وما دمنا في إطار العمل الاجتماعي وليس السياسي دعونا نمسح دمعه اليتيم ونمسح على رأسه لننال الأجر من النبي صلى الله عليه وسلم بمرافكته في الجنة دعونا نعطي العمل الإنساني لكل شخص يحتاج العمل الإنساني نحن اليوم مسؤولية حتى على الحيوانات في اليمن حتى على الطبيعة في اليمن المحانة المسؤولية أن نعلمنا وأن نعلمهم ومرعاهم هذا واجبنا الآن وفي الأخير وفي الأخير الناس سوف يحوي منها إلى الصندوق أمريكا كانت في صراع داخلي لعشرات السنين وانتهت إلى اليوم لهاب رئيس ونحن إن شاء الله بقيامنا الحضارية نحن شعب حضاري تعلمنا من بلقيس عندما قال يا أيها الملو أفطوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن قوة والدخل الأمر ليتهم قري ما لتعمل على الشخص والطعادة ما بلنا سيجعلنا إن شاء الله تعالى نتجاوز الجروح بإذن الله سبحانه وتعالى وسوف ينال كل من كان السبب في هذه المأساة اليمنية سوف ينال جزائه قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونحن نرى هؤلاء الذين يعملون قناطير وجبال الشر علينا أن نوازيهم نحن فنعمل إن شاء الله تعالى قناطير وجبال وديان الخير بإذن الله سبحانه وتعالى تعلمنا من أستاذنا الأستاذ هاني البنة أن نقدم وأننا نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على شبابنا وأنا من خلالكم أشكر الفريق التطوعي الخاص بالوكالة اليمنية الدولية للتنمية والذين يعني فعلا أثبتوا جدارتهم وأثبتوا همتهم وأدعو من خلالكم أيها الإخوة والأخوات أدعوكم جميعا إلى أن نجمع ولا نفرق نميسر ولا نعسر نعمل على تجميع جهودنا في الخارج من أجل إنقاذنا وإنقاذ ما تبقى من بقية خير ومن بقية إنسانية في اليمن أختم فأقول إخوانكم اليوم يحتاجون إليكم خصوصا فيما ما رب التي تقصف الآن أيها الإخوة والأخوات في مخيماتها والله 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 إن ذلك الطفل الذي الذي يصور وهو تحت الفرن تحت فرن فرن التنور الخبز الذي يعني أخرجته الأم والأب من الخيمة تلك النظرات تلك الدموع لم تفارقني ولم تفارق أي إنسان حر في العالم نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية إما أن يكتب التاريخ مسيرتنا بأحرف من نور أو إما لا قدر الله يكتب يعني مسيرتنا وتاريخنا وجهدنا هذا هباء من ثور أرجوكم أرجوكم اليوم اليوم اليمن اليمن تناديكم جمعوا جهودكم في كل أنحاء العالم حتى ننقذ إن شاء الله تعالى يمن الإيمان والحكمة وإني والله لأنظر إلى الفرج قريب بإذن الله عز وجل وأشكركم وأشكر صدق النية وحسن التوجه لدى الإخوة جميعا اليوم ليس وقت المماحكات السياسية ولا وقت المجادلات بل هو وقت العمل من أجل أن ننقذ إخواننا في اليمن وجزاكم الله خير الله يعطيكم العافية دكتور الله يبارك فيكم والأمر يحتاج مننا نهضب إذن الله جميعا اسمحوا لي أنه أخذ آخر مداخرتين طب بس ممكن أرد على وفاقة بس بحاجة فضل دكتور شكرا يا أخت وفاقة جزاك الله خير أنا بحب في أول زيارة إليه في اليمن في عامل سمية خمسة وتسعين بعد ما انتهت الحربة من الشمال والجنوب مكنتش أعرف اليمن خالص كنت أعرف غرفة كده قاعة ومظلمة كنت فاكرة أنا بأكلم نفسي لكن تلع فيها حوالي مية أو مية أخت بسم الله من شاء الله منقبات وكان كل واحدة فيهم عندها نفس الحرارة اللي عندك لما انتقلت إلى الحديدة وروحت تاعز وروحت عدن لقيت نفس الحرارة دي كلها فأنا سعيد جدا بمدى إيمانك وعمقك وإصرارك على حل القضية الأخونا هادي بجبير قال حاجة مهمة جدا احنا عندنا 18 ألف جمعية أي حد أي حد بيحاول الجمعية دي بتعمل إيه أخت وفاء بتكون النسيج المجتمعي الوطن بيقف عليه تحدينا هنا بقى يا أخت وفاء إيه كيف نجعل هذه الجمعيات مفاعلة لكي نبني نسيج مجتمعي قوي يطرد كل الأفكار الهدامة اللي بتيجي من الخارج للشعب اليمني دي موجودة في كل مكان في العالم يعني انت بتكلم عندك ده هادي 18 ألف جمعية أنا بكلمكم أنا في برطانيا فيها 160 أو 70 ألف جمعية أمريكا يمكنني فيها مليون جمعية أو أكتر وكذلك فرنسا إلى أخر إلى أخر هذه الجمعيات يا أخت وفاء ويا أخت عبير ويا أخت فيه أخت تانية كان اسمها إيه لينا ليان وأخونا هادي وأخونا مجاهد إلى آخر الجمعيات دي دولها مهمة جدا 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 والجمعيات دي بتحارب من كل الدول الدكتاتورية يعني هي اللي بتحاول تربط بين الشعب ومن الشباب فهو احنا بنتكلم دلوقتي يا أخت وفاء لابد نعمل وسيرة للتواصل بيننا وبما بعدناها البعض لابد لابد والكلام دي أنا قلته مش فاكر المحاضر للفترة ولتا إمتى يا أخ رجدي لو أنت فاكر اللي كان مع المتطوعين بتوع أواصل قرني كانت قبل شهر والأصر بالضبط شهرين يعني ممكن أكثر من كده كذلك إننا هنقعد لابد نتواصل مع بعض ولو استطعنا إننا نتواصل مع بعض دي أول سورة أو أول خطوة من بناء التلاحم المجتمعي من القعدة إلى الخمة مفيش حربة حتقف وسلام حينتهي في خلال شهر أو شهرين أو مؤتمر أو مؤتمرين عشان بس نكون احنا صلاحاء زيك أنا قلت في الحل في الآخر قلت الطريقه صعب وطويل خاصة لو دخل فيه السلاح والعاذ بالله زالي أنا شايفين الدولة لكن الوقت أصبح الدور الأولي على مؤسسات المجتمع المدني المحلية اللي تستوعب الشباب علشان تتواصل تتواصل مع بعضها البعض واللي تعمل الجدار المنيع لإيقاف الحرب دي فإحنا فيه دور كبير جدا علينا يا أخت وفاء وأنا سعيد جدا بنيت قلت لك لابد إحنا كمان نعمل شيء نعمل شيء اللي إحنا ننشر الثقافة التصالح بين الناس وإحنا كجمعيات نقف كسخرة ضد ما التدخلات الأجنبية بغض النظر عن اسم الدولة أو اسم الحزب أو اسم الثقافة اللي نتكلم عنها دي كلها نابد إنه نقف لها لأن إحنا لو إحنا سعينا كلنا إلى يمن واحد وأنا متأكد إن أنت والأخت ليان والأخت عبير وأخونا مجاهد وأقول للشباب عايزين نعمل اليمن اللي هو كان اسمه يمن سعيد إزاي إزاي إلا إننا هنضحي وحنقف وحنتكامل وحنبدأ حبة حبة إلى أن نصل إلى إنشاء ثقافة جديدة ثقافة اليمن يا أخت لو أنت فاكر يا أخت وفاق في التسعينيات وفي الأوائل اللي ألفية جيدة كان فيه أكثر من ستين مليون قطعة سلاح مع الناس بما فيها دبابات وصواريخ في البيوت صح؟ لكن ما كانش فيه يمني بيرفع السلاح على حد إلى أن تدخل الأجانب الدخلاء فأصبح السلاح بدلا ما يرفع ليحمي حدود اليمن أصبح يرفع ليقتل أبناء اليمن طول عمر اليمن فيها سلاح وكان حتى الغرب وأنا هو منتكلم هنا كان منتنظر إن إزاي ستين سبعين مليون حط السلاح في البيت حتى يعني تخيل كده واحد في بيته دبابة ولا مش عارف في بيته مدفع بازوكا ولا في بيته أوتوماتيك والحاجات دي كلها لكن ما بيقتلش حد لما يتدخل القوى الأجنبية لما تتدخل القوى الأجنبية بيتحول هذا السلاح لصدور الأبناء اليمنين فعلينا إحنا كمجتمع مدني بقى دلوقتي والأخ تهادي بيجابين لتكلم ده أحد مدربين أنه جباء وتعاون معكم وتعاونكم مع بعض إنه نبتدي إن ننشر الثقافة دي كلها لأ للسلاح لأ للحرب لأ للدمار لأ للنزوح والقتل والمرض والحمان لابد أن ننشئ الثقافة دي كمؤسسات مجتمع مدني إن شاء الله يكون معنا بعد المسيحة دي ألف من التمنتاشر ألف أو خمسمائة من التمنتاشر ألف هنستطيع أن نعمل مناخ جديد تغيير المناخ يا أخت وفاء بياخد وقت بياخد وقت بياخد وقت لذلك الاتحاد الأوروبي لما نجح نجح على القاعدة الاقتصادية ما عملش لوحدة ومن أول يوم ما مشيش وراء المجرمي الحرب سبها تعمل تمشي بمسيرة بعد ما استقرس الاتفاق على وحدة اقتصادية بدأ بقى يترك الناس يدوروا على حقوق الناس اللي هم قتلوا وحرقوا في المحرق دي كلها فأنا موافق معاك لكن لابد أن نحن لابد أن نحن نحاول عن طريق مؤسسات المجتمع المدني نبني هذا المناخ وقذاك بالله خير وأنا سعيد جدا من إسمعتك يا سلام بسم الله ما شاء الله اليمن بخير بنجالها وبنساءها الله يبارك فيك دكتور يحفظك إن شاء الله في عندي آخر مداخلة الأخ ربيع تفضل افتح الميكروفوني يا ربيع أهلا وسهلا شكرا لكم لإيطاعة هذه البلصة شكرا لها في الحقيقة لما نسمع الكلام عن موضوع دعم القضايا الإنسانية في اليمن نحن دائما نسمع وسهل العلم أن هناك دعم كبير ومبالغ ضخمة تصص العملية الإغاثة الإنسانية في اليمن لكن لما تصل المبالغ هذه المواطنين تصل بحق مضائل جدا يعني ممكن عشراء لخمسة عشر لكل مواطن طيب بالضافة إلى المعونات العينية وما إلى ذلك أكبر خطأ دائما نقع فيه في اليمن هو تسيس القضايا الإنسانية ويعني تقييشها لصالح الأطراف السياسية المتصالحة لكن إذا نظرنا لأسباب الصراع السياسي في اليمن هو نتيجة لأسباب مفخة ويعني اليمن كانت عبارة عن كيان سياسي مفخ منذ سنوات وكل طرف سياسي يرتب للإنقضاض على الآخر يعني وإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتأهيل التعليمي والتقافي لليمنيين عما أدى إلى هذا الصراع الحاصل في اليمن إذا أردنا في الحقيقة الوصول إلى السلام الوصول إلى السلام علينا أولا أن نعمل على تأهيل البنية التحتية للمستوى التعليمي للمدارس والجماعة وما إلى ذلك يعني أكبر خطأ وقع أيضا في اليمن هو ممارسة أو المحاولة الممارسة العقلية الديمقراطية وكان في تصور لدى الأطفال المتصارع حاليا هو أن العملية الديمقراطية هي أنك تحكم وتصل إلى الحكم وهذا من حقك ولكن هذا خطأ الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هو عبارة الوصول عبر صناديق العقلية لماذا فهم المجتمع في اليمن أن التداول السلمي للسلطة يتم بأي وسيلة سواء كان بثورات أو كان بإنقلابات وكانت سياسيات تصورت أن الوصول إلى السلطة أو السلطة هو حق للجميع وبالتالي استخدام وسائل غير مشوعة مثل الإنقلابات المسلحة أو عبارة عن ثورات رغم اتفاقات السابقة إذن الدعوة هي أنه لا نتخدم ما يكري من صراع سياسي ونضر المصالح الإنسانية الضرورية في اليمن اليمن بشكل عام يعني المجتمع يعيش في شمال اليمن في نسبة فقر عالية جدا والناس تتقر إلى أبسط الخدمات وتفشي الأوبياء والأمراض في الحقيقة الناس تتحدث عن أرقام محولة لدعم اليمنيين ولكن هذا ما يحصل إلا من كل شيء قليل وضائل جدا كل أملنا أنه يتم إبعاد الجانب الإنساني عن الصراع السياسي بحيث أن المواطن يعيش براغات رفاهية إن شاء الله وشكرا لكم في هذه الفرصة الثانية الله يعطيك ألف عافية ويبارك فيك دكتور في عندي مداخلة الخيرة إذا تسمحني بعدين أترك لك المجال الشيخ صلاح جار الله هو من رواد العمل الخيري بالكويت أهلا وسلام فيكم شيخ صلاح أفتح الميكرافون الآن الشيخ صلاح ممكن الميكرافون من عند حضرتك أهلا ميوت تمام تفضلوا شيخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا في الحقيقة سعيد جدا في متابعة الحلقة ويعني الورشة واللقاء أشكر دكتور هاني زهر الله خير والدكتور عبد الرقيب وكل الأخوة والأخوات اللي شاركه حقيقة نحن في أمس الحاجة اليوم خصوصا في فترة كورونا بأمس الحاجة لعمل لقاءات وحوارات مع رموز وقيادات العمل الخيري الآن موضوع الإغاثة ويعني المشاريع نستطيع أن نقول يعني الروتينية التي يقوم فيها كثير من الجمعيات أتصور الآن الأوان على أهميتها الآن الأوان لعادة النظر في أولويات العمل يعني الإغاثي وخصوصا في البلاد التي فيها نكبات أمانة يعني أنتم في الميدان وخصوصا في اليمن خصوصا من مرة عليه يعني عقود من الزمن وهو يعمل مع منظمات دولية وهو يعمل مع منظمات يعني أهلية سواء في داخل داخل اليمن أو خارج اليمن أمانة عليكم مسؤولية أن تنورونا أو تنورون الجمعيات المانحة في أي مكان كانت تنورونا بالأولويات المشاريع أحيانا أنا اللي أراها يعني في الساحة فيها يعني بينها ازدواجية كثيرة ويعني متكررة فيأتي الإنسان رسالة للتبرع يعني مثلا ملف اليمن يأتي من عدة جمعيات وكلهم إن شاء الله محل ثقة لكن ما هي الأولوية هل جانب التعليمي هل جانب الصحي هل جانب يعني يعني الجانب الإغاثي الأكل والشراب وما شابه ذلك أمانة يعني البوصلة ليست واضحة والأولويات ليست واضحة مثل هذه الملتقيات هي من الأهمية بمكان خصوصا إذا كان يعني دعي إليها يعني كل الأمور يعني أكبر عدد ممكن أكبر قدر ممكن من المحبين العمل الخيري في اليمن وهم كثر سواء في دول الخليج وفي غيرها حتى تنتظم هذه البوصلة وحتى يعني تعرف الجمعيات أو أصحاب القرار الجمعيات المانحة أو أهل الخير حتى يعرفوا الأولويات في الإنفاق وتوجيه الإنفاق خصوصا ونحن مقبلين على شهر رمضان أنا بصراحة أشوف كثير من التوثيقات لأفلام ومقاطع من جمعيات شتة لكن الكثير منها يعني مكرر ولا أعرف هل المأساة في مأرب أشد من صنعة أشد من إب أشد من عدن الصورة ليست واضحة الصورة مثلا ليست واضحة حبذها يعني أنه يكون وأتصور الآن أغلب الناس يعني مثل متر المسائية أو كثير من الدول فيها يعني حضر التجول فالناس ما عندها يعني طلعها بالليل ساعة سبع ثمان فحبذها يعني استثمار هذه نقول الأيام القادمة في شعبان سواء أو في رمضان لعمل يعني أمسية يعني توعوية تنويرية يعني تكون يعني لها يعني بنود يعني محددة بس تخدم القارئ أو المتابع بحيث أنه يتنور وتكون عندها الأولويات بشكل واضح وأمانة بختم كلامي قضية التنسيق والتشبيك أمر ليس باليسير أن لم يكن هناك زرع لمنظومة قيم بين العاملين في العمل الخيري من شدة الأطياف يعني منظومة قيم يعني موحدة تجمعهم وإلا تصور العمل ما راح يمشي يعني كما هو مأمول أو يعني مطلوب والله جزاكم الخير على إتاحة الفرصة وبرك الله فيكم ومشكونا ما قصرته شكرا جزيلا شيخ صلاح الله يبارك فيكم ويعطيكم ألف حافية دكتورنا دكتور حبيب دكتور هاني خاتمة المسك عند حضوتكم خاتمة هذا اللقاء تفضلوا مشكورين لاحظة يا دكتور صوتك مش طالع تفضل دكتور مش كل الوعود بتتنفذ يعني مثلا المؤتمر اليوم بتاع أم المتحدة المنحين كانوا اعتربين تأولي تلاتة وتمانية من عشرة مليار جمع واحد سبعة من عشرة فطبعا كان فضيحة واست واحد سبعة من عشرة دي أخر بيع مش كلها هتوصل رببلك هيجع زي الزفة زفة العروسة وكل واحد بيحط نقطة بس عشان تكتور تعرف ان المجتمع الدولي حتى ساعات بينزل كده عشان يقول كلمة وبتاع ده واحنا عدمنا السنة اللي فات إلى آخر احنا نقدر نعمل ايه عندنا كشعب اول حاجة ارجع مرة تانية في الكلام اللي قلته لأخت الوفاء لابد 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 يحصل تواصل ما بين الجمعيات المحلية هي بعض الله سبحانه وتعالى حكون هي اول بذرة من وجود الحل على مستوى الحي وعلى مستوى القرية وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المدرية وعلى مستوى المحظم هي دي نمر واحد هي دي نمر واحد هم دول اللي هيحلوا اللي هيكون جزء في تركيب الجمعيات دي وأنا أقولها بمنتهى الصراحة الشباب والنساء لأنهم بيكونوا 60% ل70% من المجتمع شئناها ما بينه لأنه في شئنا قفات مختلفة لا بتخش داخل الجمعيات دي نمر واحد نمر اتنين ما أنا خش في مشاريع العملاقة أقولها ربيع قال لك فيهم يا رب تيجي مش عايفين جاتوا أنا ما جاتش أنا مش عايز منيرات أنا عايز حاجة واحدة فقط إن إحنا لو صراعنا في أماكن فيها سلم وسلام نبتدي نعمل فيها مشاريع اللي نسميها بالإنجليزي مش عارفة ترجمها إزاي المشاريع التنمية الأسرية حاجة بسيطة نعمل أسواق محلية بسيطة تجعل حركة رأس المال في القرية يعني أحسن من ما هي كانت موجودة عليه من قبل ما نعملش أنا كتابة الكلمة نهاردة مع شاب من أليتريا كان عرض عليها السنة اللي فاتح علينا معهم مشروع تسمين أكبار في السودان في خشارك والسودان كان كلام ده مش هالأكتوبر قلت لنا استطعت لنا يجيب له دعم البقرتين خلاص بقرتين أو ثلاث أبقاد يعني كده فما بقعدوا يدوروا وحنعمل مش عارف ميزانية وحنعمل كذا وحنعمل كذا وحنعمل كذا قعدوا يلفوا ويدوروا وطبوا الأسعار الزائد وأسعار خلال إلى آخرين مفيش إلى آخرين لأنه كان بينظر في الوقت ده الكورونا دربة العالم كله والحركة ضعيفة أني عايزة أعمل مشروع يعني متكامل الحيثيات مش ممكن مش ممكن هتعملي في اليمن دلوقتي مشاريع متكاملة الحيثيات لابد يكون الإبداع عن طريق المرأة والأب والابن في البيت مش عن طريق المشروع الكبيرة الضخمة دي كلها فقلت له يا أخ سعيد أنت كان ممكن تعمل حاجة أنك تشيل لك 15 بقرات علشان تعملها كبايلوت كيس يعني حالة تجربة تنجح فيهم يبقى عندك مشروع بسيط أو مبادرة بسيطة لتربية 15 بقرات فيما بعد تتحول إلى ميت بقرة أو ميت بقرة الآخرين لكن ما تعودش ساكت ما تعودش ساكت يعني إحنا أبعنا وأجدادنا ما كانتش عندهم مشروع بيعملوها وبنوا والحضرات اللي كلها عمدوا وده بتره مثل إن إحنا في يوم الأيام كان عندنا مبادرة في البصنة إحنا فيها 30 بقرة كان بتبرع شخص من 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 مغرب وشخص البقرة وزعناها عن الناس بعد كده هو المشروع اللي بعديه كان 350 بقرة المشروع الأولي كان 50 ألف مارك يعني أقل من 30 ألف ألف درار المشروع اللي بعديه كان من نصف مليون درار بس النصف مليون درار جام وأنت يا شباب لما المشروع الصغير ده نجح لازم نعمل المشروع صغير ينجح عشان الناس تتفاعل معاه عشان حركة رأس ما تلف الحاجات البسيطة دي إحنا لابد نبدأها على مستوى الشارع والقرية والحي ومستوى المدينة لكن ما نقدرش نقعد كده نقول أصلا أنا عندي مشكلة للتعليم بملايينك تمام أنا عندي مشكلة للتعليم وصرف الصح وكذا 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 ومعدين أنا حاول أستنى المليارات اللي في كتير جدا من الدول بتهدر عشان عشان إيه يا ربي علشان اللي هو الرقابة الحكومية ضعيفة وعشان في بعض الدول إن فيه فساد وفيه سرقات مش هينفع لكن أنا عندي مشاريع صغيرة المتنهية الصغر اللي كل أسرة في الحي تستطيع أنك تعملها شيء ده اللي هل نتكلم عليه فمنرجع مرة تانية علشان نتكلم عن ما فيش يا أخ ربيع دعم من غير شروط انسوا انسوا ما فيش دعم من أي حكومة غير مشروط فإذا كنا نتكلم عن كده احنا بنحاول نخلي المجتمع يتحرك من القعدة للكمة بحاجات بسيطة نستطيع من خلال أرجع مرة أخرى أرجع مرة أخرى وتانية وتالتة وربعة وخمسة وعشرة ومية أقول المجتمع المدني بمؤسساتي يعني لو كان عندي 18 ألف جمعية يا رب اشتغل بألف دوروا على الألف دي وخلاها اشتغل لوحدها التواصل 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 هم مليف كثير جدا من الدول بغض نظر عن ذكر أسماء الدول بيمنعوا الشبكات اللي هو الانترنت تشتغل فيها أو بيمنعوا الفيسبوك أو بيمنعوا التويتر أو بيمنعوا الواث أب بيمنعوا ليه عشان قوة التواصل عشان قوة التواصل اللي بيقدر التنسيق اللي بيقدر التشابك وبناء الشركات وبالتالي بيقدر بيبناء المجتمعات والترحم الجماهيري في المجتمعات نفسها شفتوا قد إيه بها الناس فهمها قيمة وقوة التواصل وإحنا أبناء المجتمع المدني مش فهمينه كل مننا بيجمع اموال لمجمعيته ليه ما نعودش مع بعض انا ما كنت في الاغاثة الاسلامية عدت 25 سنة حبيت اعمل حاجة تانية يعني اخدت مخاطرة وانا في 28 سنة ان انا ابدأ من الصفر مرة تانية في اشياء ما عملتاش قبل كده وخدت المخاطرة ليه ما ناخدش مخاطرة وانا سيارة صغيرين ليه ما ناخدش مخاطرة ونتكلم مع بعض ليه ما نتوصلتش مع بعض الامر بالنسبة لنا واضح ودوح العيان التواصل بيبني مسيرة بيبني ثقافة بيبني فلسفة وبنيبني التكامل ما فيش حاجة يا شباب حتتعامل النهاردة هتطلع لك الزهرة والشاء والسامرة بكرة البناء المجتمعات بياخد سنين من المصابرة والصبر والإخلاص والتضحية واليمن بالنسبة لي أنا شخصيا يعني محور بشريان من شريان حياة الرئيسية عيب علي أن أنا أرى ما يحدث اليمن وأرى معاناة اليمن وأرى كل هذه الأشياء وما أعملش وسيلة يعني وسيلة بسيطة لكي نتواصل مع بعض ونتفق على شيء بسيط نبدأ بيه المسيرة وكله نيسلم لبعضه وكله نيسلم لبعضه وكله نيسلم لبعضه لكن يعرف يا أخ ربيع أن ما في حتى المؤسسات الإسلامية بعضها بيكون مشروطة ولك لا أنت شكلك كده أنت ما عندكش كده أنت عندك كده يعني فأي مانح حيديك فلوس حيب كده أهم مانح بالنسبة لك هو المانح الوطني اللي على أرض الوطن اللي حيبدأ وحينتج معاك من خلال الجمعيات دي اللي هي تضع رؤية لماذا تريد وأنا سعيد جدا بيكم يا شباب وأتمنى أننا ما انتهيش الكلام معاكم أننا كل ما تحدثت إلى أمثالكم صرت أكثر شبابا منكم جميعا الله يعطيكم ألف عافية دكتور وشكرا لكم وشكرا لجميع الحاضرين وإن شاء الله هذه تكون هي بداية تعاون وبداية تنسيق وبداية انطلاقة لعلنا بإذن الله نضع أيدينا مع بعضنا البعض وننطلق بإذن الله هذه دعوة للانطلاق دعوة للعمل دعوة من أجل اليمن والله يعطيكم ألف عافية جميعا وشكرا جزيلا لكم نعم معذرة تعطيهم الحد ويوم الأحد إن شاء الله ستكون نفس هذه المحاضرة ستكون باللغة الإنجليزية إن شاء الله سنعلن عنها بعد هذه المحاضرة مباشرة في يوم الغد الله يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لكم مختراحات يبعطوها لك بإذن الله أي مختراحات أي إضافات إن شاء الله نوصلها للدكتور مباشرة من أي طرف الأطراف جزاكم الله خيرا وجزا الله مدير الندوة والدكتور هاني جزاكم الله خيرا على هذا حيث فيكم شيخنا خبيب التألق هذا ما شاء الله جزاكم الله خيرا نحن خدمين اليمن يا أخي عباد إن شاء الله كتب الله أجركم اليمن ترأسنا ونحن نخدمها الله أكبر اليمن ترأسنا ونحن نخدمها جزاكم الله خيرا وتصبحونا على خير وأنتم خير جميعا السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر شكرا